موسيقى ايها من جانب ان انت شفتها قبل كده اكتر من جانب الحفظ لكن طبعا لازم تعتمد على الاتنين فبكل بساطة ان شاء الله المحاضرة دي ان شاء الله هتكون متأسمالك كده من تحت زي ما انت شايف ان شاء الله آآ متأسمالك لبارتس او اجزاء معينة هنتكلم في المحاضرة دي الاول كده عن الشيبس وفيرتبعة نشوف شكله كل فرقة كده ونشوف مين اللي شبه بعضه ومين المختلف ونبدأ ان احنا نقياه نشوف التفاصيل دي بعد كده هنتكلم على اللي موجودة معنا في منطقة بعد كده ننزل على الجوينت نقول برضو كلمتين عليه وبعد كده نشوف بالتفاصيل كده شوية آآ عن الفقرات طبعا اللي عملة جوينت مع بعض زي مسلا اللي طبعا من الدمار من تحت كده مسك مع اول فقرة عمل جوينت والله ده الفقرة الاولى مسكة مع الفقرة التانية عملة حيس مع اطلانتو هندرسهم بشوية من التفاصيل بعد كده هنشوف المصل اللي اللي بتشتغل معنا في منطقة السيرفيكل وفي الاخر خالص هنختم بالكاينيماتيكس اللي طبعا يمكن اغلب المحاضرة هنختم بالكاينيماتيكس بتاعت الساجتل والفرونتل والهورزونتل بلين فنبدأ على طول كي نشوف والله ده اول سلايد معنا مثلا نجيبه دلوقتي اهو اول سلايد بيقول لك ايه بقى بيقول لك سيرفيكل سباين نبدأ نحن نشوف منطقة السيرفيكل منطقة طبعا الفقرات العنقية بيقول لك تمام فطبعا هي يعني ايه موست موبايل ان هي اكتر حركة ان هي طبعا ايه اصغر حجم من الفقرات كلها طيب تعال بقى نشوف مسلا ايه عادي معنا قال لك تعال بص مسلا السيرفيكل ليه مسلا هي بيقول لك ان حجمها ان هي ليه مش مسلا لارجست مسلا ايه انا شايفها كبيرة شوية قال لك تعال بص مسلا وقرنهم مع بعض طب لو جيت بصت كده وقرنتهم باللمبر مسلا بص المبر شكل عامل ازاي شايف الحجم المقارنة بينه ده صغيرة جدا فقرات كحجم كل فقرات واحدها لو بصت هنا هو هتلاقي ان اللمبر بيقول لك اكبر مرتين اصلا من ايه من السيرفيكل كحجم بقى كل الكلام ده فبالتالي هي حجمها صغيرة جدا الفقرات مقارنة بباقي الفقرات اللي موجودة معنا قال لك ان هي موست موبايل ليه موست موبايل لان هي طبعا الوريينتيشن اللي احنا فكرينها ان هي بتعمل زاوية خمسة واربعين مع الوريزونتل وبالتالي ان هي بتسمح العالي جدا من الحركة في زي احنا شايفين هنا مسلا الزاوية اللي موجودة دي زاوية صغيرة جدا اللي هي الزاوية اللي هنا دي زاوية صغيرة جدا ما بين وبالتالي هتسمح لي عالي جدا من الحركة ممكن يوصل لتمانين درجة سواء او عايز تشوف الحركة قال لك هنا مسلا هنا تعال كده تفرج عليها قال لك بص ادي اغلب الحركة بتتم على مستوى الفقرتين اللي انشغلين عليهم دول اللي ايه طبعا بتتم خمسين في المية زي ما نعرف بعد شوية وكل الباقي بينتج من اللي ايه بقى بقى الفقرات اللي بتتبقى ما هي موجودة معنا في برضو سبب تاني ان هي موجودة قبر وبالتالي ما فيش ضغط كبير واقع عليها وبالتالي هي عشان كده هتبقى مستموبة اللي مش هيبقى فيه سبب يعوق الحركة بتاعتها يعني عشان كده هي اكتر الحركات اللي بتحصل فيه يعني تمام فقال لك والله تعالى نشوف النقطة التانية بيقول لك اهاي دجري اوف موبيليتي لان طبعا الهيد زي ما احنا عارفين نعم محتاجة ان هي انت لازم تعمل بالنسبة عاليا فبالتالي او الحركة بتاعتك بتكون مطلوبة علشان الهيد تبدأ انها تتحرك بعد كده قال لك يعني ليها مزايا تشراحية مهمة جدا فينبدأ ان احنا نشوفها بالزاد قال لك دي فيها المزايا كلها لو فهمت المزايا دي هتبدأ ان انت تفهم بقى ايه ان شاء الله اللامبر بقى والصراسك والاي والسكرال وكل الكلام اللي جاي. قال لك forum أول حاجة معايا كده ايه? كحاجة مميزة يعنى? قال لك ان في عندي الترانزفيرس فورا من الافية ده بيبقى موجود فين تعالى نشوف قال لك فين الفورم ده? تعالى نشوف من الاستraumى قال لك الفورم ده يعني التي بيبقى طالع الاترى اليمين وشمال هنبدأ نشوفه دلوقتي وهذا والله يوصع لك ايه ده اسمه بيبقى موجود يمين هنا وشمال هنا او موجود ناحية اللاترة اليمين وشمال قال لك والله بيبقى عندي ايه اللي هي كأنها فتحة هنا بتبدأ ان هي تعديلي معين قال لك بتبدأ ان هي تعمل لي ايه بقى تعال نقرأ يقول لك يعني فيه بيبدأ ان هو يعدي عن طريق ده قال لك طب مين ده قال لك تعال نجيب وانتهى تشوف بص كده الارتري اللي بيعدي هنا زي احنا شايفين هنا اسمه الارتري ده اسمه قال لك وهو بيبدأ ان هو يغزمين قال لك انه بيفêter ان هو يجي من 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 هنا بيبدأ ان هو يمشي لك في الفرامل او الفر او الموجود عندك هنا في ناحية اليمين وطبعا واحد كمان ناحية ناحية الشمال بيقول لك بعد كده قالناه خلاص ان هو بابدى انه يعمل لي ايه قال لك بابداء وهي العدي طبعا من ماجنم toward فرامل يبدأ ان هو يغزيلك في طبعا بيكون ده لماذا بينزل لتحت. ده كده بالنسبة للسلايد الاول. بعض كده في السلايد التاني بيقول لك ان في حاجة كده عندية اسمها تبك الفرتبرا. يعني اه تبك الفرتبرا. ق quedت الرجافة حرفية الفقرة المسالية. ايه الفقرة المسالية. يا بقى؟ الى كده بقى بيبقى عندنا بتبقى من سي سري لحد قال لك الاتنين من كل الفقرات اللي ما بين دول بيبدأوا ان هما والله ده تركيبهم متشابه ببعض كلهم وبالتالي بنسميهم ايه بنسميهم ان هما متشابهين بالنسبة كبيرة. تعالك انا نشوف من السي سري نبدأ ان احنا نجيبهم كلهم دول قال لك دول كلهم ترتيبهم بيبقى ايه جادلا تركيب بتاعهم متشابه. لكن لو بصيت كده فوقهم شوية هتلاقي لا والله ده انا التركيب مختلف شوية. قال لك انا انا شايف مختلف عن الثلاثة الاربعة اللي هما اللي قولنا عليهم. قال لك والله انا شايف هنا برضو مختلف برضو. فقال لك احنا شفنا ان دول شبه بعض وبالتالي سميناهم مين ان هما فيهم الا فيتشار الاساسية اللي موجودة في الحشان كونا ان هما ايه ان هما شبه بعض. وبيوضحولي كل حاجة بالتفصيل. يعني خدت بالك هاي في تفاصيل واضحة فيها مش واضحة في باقيين. فبيقول لك تعال لك كده نشوف شوية حيات مهمة فيها. قال لك اه بالنسبة للتبكال فرتيبرة. قال لك بتاعها بيبقى يعني ايه تعال نشوف فقادي نمسك في صح ولا لأ. تعال ان بص يا باشا. بقال لك ايه بقى هنا? قال لك يا دكتور لو جيت رسمت من هنا. قال لك ان هو يعني يعني بص. ده العرض بتاعه. قال لك بص العرض بتاعه قديه. طب فين بتاعه او فين العمق بتاعه. قال لك ده كده. ده الشكل كده. ويدر. ان هو ايه? واسع من يمين والشمال. قال لك طب فين العمق بتاعه? قال لك ده بس العمق بتاعه. يعني انت عايز تقارين لي مسلا ده بكل ده. قال لك ما ينفعش. فهو فعلا ويدر ذان ايه ذان ديبر. ان هو عريض اكتر من كونه عميق لجوه. تمام? فده كده ايه الكويتة اللي كنا عايزين نوضحها بالنسبة للبادي. قال لك ايه بعد كده في حية تانية? ان هو قال لك فين قال لك لما تيجي كده. شوف وقتين جنب بعض. تعالك نشوف وقتين جنب بعض. قال لك بتلاقي ان في البادي طلع لفوق كده. عمل طبعا حية كده اسمها كونكيف. فلو جيت بصير كده على كونكيف هتلاقي ان فوق خالص. فاخر اتة هنا في بتاعها. قال لك عملت لقيتة كده من فوق خالص هنا في الايتة دي هنا. والايتة الناحية التانية المقابلة لها من الناحية دي. قال لك الايتتين دول من سميهم او حية كده اسمها تمام? فالانسي بتاعة الكونكيف. الاتنين ناحيتين بيكونوا فيها ده كده اللي هي الحتة لكل الاجزاء اللي عايزين نوضحها بالنسبة له البادي. ندخل بعد كده على فقال لك بتاع الايه? تعال نشوفه عامل ازاي? قال لك وكمان طب ايه الكلام ده? قال لك ان هو بص من الاخي كده يبقى لازم قدام قلت قول معها قال لك قلت برضو قول معها ايه طب ايه فكرة البستيريو والانتيريو تعال بقى نشوفها. فده طبعا الانتيريو بتاع الفيرتبرا اللي هو الفيرتبرا البادي. وهنا فقال لك تعال نشوف ده حية كده بنسميها الفاسد جوينت. الفاسد جوينت عبرها عن جوينت موجود هنا ما بينهم. بيبقى طبعا ايه? بيبقى جوينت بيبدأ ان هو يسعيد لي على الحركة. وبيبقى ان هي تحصل ما بينه الحركة. يعني لما تيجي الفقرة دي تحرك قدام او يمين او شمال او تتزحزح في اي مكان بيحصل الحركة على مستوى ايه? طبعا الفاسد جوينت اللي موجود هنا ده. فالفاسد جوينت بيبقى هنا في الفيرتبرا معايا. بيبقى فيه واحد فاسد هنا وفي فاسد هنا. بنسميه زي جابوفيزية الجوين. ده اسم تاني لي يعني فانت ركز على كلمة الفاسد بس. قال لك تعال بص كده دي الفقرة اللي منفوق. قال لك الانفيريو ارتكولر فاسد بتاعها. بصص فين? قال لك والله ده بصص طيب قال لك هو هيعمل فين? قال لك الله هل نتكلم عليه بتاع الفيرتبرا ابب اللي هي الفيرتبرا اللي فوق. قال لك بصص لتحت كده? علشان هيعمل بتاعة. طب بتاعه. هل عمل قلك لا? هل عمل ايه? فعلا لقدام? لانه هو ماسك قدام هنا ماسك في الع Laurentiello لقدام. وبالتالي اللي ه وبالتالي انت عملت ايه? انه انفيريور فهو فعلا. طب هو كمان انتيريور. اهو ده بصص فعلا. يبقى كده الانفيريور بصص مين بصص انفيريور وبصص كمان انتيريور تعال كلا بص في الكلام قلنا كده الايه الانفيريور بصص انتيريور وانفيريور ده انفيريور زي ما قلنا كده بصص فين انتيريور وانفيريور فين الانتيريور الانفيريور ادي هو بصص انتيريور فعلا لقدام وبصص انفيريور لتحت لان الارتكوليشن بتاعه اللي هيحصل هيحصل مع حاجة تحت زي معنا شايفين هنا كده ؟ ادي هو باصس فين قالك باصص تحت كدا باصف كمان فين قدام قالك الله سبيريور فاسد بتاعاي بتيبقى بصص فين قالك والله ده باصس اي سوبيريور لان هو اسمه قال لك ببقى باصص سوبيريور طبيعت الحال يعني قالك وكمان بيعمل فين هل بيعمل أنتيريور قالك لأ بيعمل بستيريور و بالتالي هنقول ان هو بصص فين بصص بستيريور يعني بصص ناحية من ورا مش ناحية خالص يبقى هو كلا بصص ورا ومش بصص قدام وان هو بيعمل تمام فالفكرة كلها ان انت تحاول تتخيل الشكل ده اول ما تشوفه على طول افتكر المنظر اللي احنا عملناه هنا ده اه قال لك انه بيبصص فين وانتيريور عشان بيعمل ارتكوليشن فين قال لك بصص سوبيريور وبصص عشان بتاعه فعلا سوبيريور وبستيريور ادي ها كده خلصنا الايه قال لك بعكية تعال نبص والله ده في حاسمها ايه قال لك بيكون حية كده اسمها يعني ايه تعال كده نشوف ادي بتاع المسلا ايه مسلا قال لك تعال كده نشوفها قال لك في حاسمها يعني ايه قال لك والله بص المفروض ان هو يطلع مستقيم هنا زي مسلا ما ايه لو شوفنا في ايه فقرة تانية كده هنلاقي طلع مستقيم بص كده مسلا سواء في كلهم بيبقى ايه بيكون عادي جداees جدا لك هنا لا ده في معناطوميك الفيتشر مميزة هنا ان انت عندك ايه عندك عندك بيديسم لاتنين زي ما انت شايف كده هنا سدم يطلع واحد لا ده بيديسم لاتنين هنا كزلك بردو بيديسم لاتنين وهنا بيديسم لاتنين وهكزا ده فكرة إن هي ببدأ ليكبيته بيتسم لاتنين دي الفكرة فيه جزء بعد كده قال لك البرتبرة الكنال اه زي المسلس وبيبقى شكلها العرج. تعال نشوف اه الكنال هنا موجودة معي قدية بصوا وسعها قدية. لكن بص لو نزلت هنا على اللمبر هيبقى لو وسعها قدية. بوسع قلي جدا. وبشكل طبعا ان هي شكلها عامل زي المسلس. فاقع لك مسلا ايه نشيل اللمبر اللي احنا عاملنا هنا دي. وتعال هنرسم ايه المسلس. قد يقال لك لو فعلا زي المسلس. ادي ايه. شكلها عامل زي فين زي المسلس بالزبط. فعشان كده سميناها وسميناها ايه? قلنا ان هي تمام? دي كده لازم نركز طبعا في التفاصيل دي في البدايات علشان بعد كده هنقول والله زي ما قلنا قبل كده. فدي التفاصيل اللي في البداية. علشان لما نرجع بعد كده نبدأ ان احنا ايه? ناخدهم كلهم وربعة. فقال لك ان هي طبعا كبيرة جدا. وبعد كده عاملة زي المسلس. قال لك بعد كده في قال لك بينتهي يعني في بيبقى. ترنسفيرس بروسس. فاغلب الفقرات بيبقى طبيعيا ما وفوش اي حاجة. بيبقى يمين وترنسفيرس الشمال. وخلصنا على كده. قال لك لا ده هنا الموضوع مختلف شوية. قال لك ده ناحية اليمين وده ناحية الشمال. قال لك بيبقى ده طبعا ناحية قال لك لبيعندي هنا انتيريور Balof Transversa. ده كله على بعض هنا ترانسفيرس بروسس. قال لك فيه وفي فهيه الفكرة في كده في الموضوع. قال لك ده فيه طبعا من بين الفورة من اللي من هنا. قال لك ده كله ايه في فنركز عليه انه تفاصيله كتيرا. قال لك فيه ده كده بالنسبة اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي هنا. فكده خلصنا ده نروح لسلايد اللي بعده. قال لك اللي هما من قال لك ان هما بيبقى عنديهم ايه بيبقى البادي بتاعهم صغير جدا. هبص كده بتاعهم مسلا. قال لك بص بقى هنا بص البادي هنا عامل ازاي البادي هنا صغير فعلا. لكن البادي هنا بص بادي عامل ازاي. هل تتقارن دي بدي? بص الفرق. فرق كبير جدا. فلما تشوف مقارنة زي كده على بغنامج الاناتومي تثبت معك بعد كده على طول ان والله ده هنا كبير والبادي هنا. بادي هنا كبير طبعا البادي هنا صغير. تمام? ده كده اجوز اللي عايزين نقوله. قال لك البادي بيكون آآ دي مهم بقى نوضحها دلوقتي. قال لك ان البادي بيكون. تمام? يعني ايه الكلام ده? قال لك تعالى كم نشوف? دي مسلا كام? دي سي سرين وضح عليها عشان هي تبكة. قال لك والله تعالى بص كده انا هرسم لك رسمة هنا. تعالى بص مسلا لون احمر. بص هرسم لك الرسمة دي. بص العمق بتاعها الدين. شفتوا العمق بتاعها عامل ازاي? ربط على كده ناكس لك هنا الشكل ده هنا كده. ونبدأ ان احنا نرسم واحد كده ايه? اللي هي زي ما نسميكها بالنفس. تعالى كنت نرسم ونشوف الموضوع عامل ازاي? قال لك ههو. ده عايزك تقارن لي الاتنين دول ببعض. بص عليهم كده. قال انت عايز تقول ان كل الرسمة اللي احنا رسمناها دي بص عرضها قد. عايز تقول ان هي اكبر من دي? اه فعلا اكبر من دي. اه فبص ازاي ان لو شفنا كده. دي كبيرة جدا جدا جدا. اللي هي طبعا الميديولاترال او اللي هي من ناحية اليمين لناحية الشمال. قال لك ان هي عاملة حاسمها كونكيف سوبيريورلي وميديولاترال. فهو ميديولاترال كونكيف. فقال لك ان الميديولاترال كونكيف من هنا اكتر من من الفرونتو بستيريور كونكيف اللي معمول من هنا. ليه? لان العرض هنا العرض كانتيريور بستيريور من قدام الورا. العرض ده هنا قليل. لكن العرض لو شفته من الميديولاترال او من الطرف ده للطرف ده. هتلاقينا العرض كبير جدا. دي فكرة الايه? اللي هي فكرة او الميديولاترال. او قال لك في يعني زي ما احنا شفنا هنا قال لك ان هو يعني هو مش فلات لكن هو يعتبر يعني عامل فالنوتش ده تعاقيا نشوفه النوتش ده او الكيرف بص ده الكيرف اللي هم نتكلم عليه. اللي احنا قلنا اصلا هو عامل ايه? وميديولاترال. قال لك هو ده الكيف بتاعي. هل انت شايفة ان هي مسطحة? هل انت شايفة كده مسلا? لا ده هي عاملة كده اصلا عاملة فبالتالي الشكل ده كله ده عامل زي مسلا ايه? قال لك ده والله في عندي اه في التليفون. عارف اللي في التليفون لو بيبقى كده مسلا. اللي بقى موجود في قال لك ده برضو ايه? فهي عادت نازلة كده عاملة كونكيف. فبنسميها ايه? بنسميها بعد كده قال لك ده اشكال الفقرات. لسا شايفينهم من شوية. قال كده abbiamo شوف دلوقتي قال لك سايد وصايد. يعني هو ايه عامل يعني بصص لفوق. سايد مسلا. ودي السايد التانية. قال لك هو عامل ايه عامل كونكيف تالك من بقى؟ اللي هو طبعا بيمديولاترال. قال لك يعني ايه? قال لك ان في حياظ دي إني اطلع كده الفوق عامل كده حية زيادة عن وهنا برضو نفس الموضوع اعمل حاجة زيادة عن دي بقى اللي فيها ايه بقى اللي قلت لك عليها ان يفيها من هنا في ما بينها وما بين الايه الفرتبرة اللي مفوقيها ادي قال لك اهي في الاية تادي هنا والاية تادي هنا تمام هما دول اللي بيطلعوا من لو لقيت لفظ في الاسئلة هتلاقي ان من هنا هو هو ايه تمام وهو برضو فكل واحد لكن باختلاف برضو ايه مسمية. قال لك والله في الانسينيت مينز هوكس بيبقى عبرها عن هوكس او حاجة طالعه الفوق يعني قال لك والله فيها ايه هي هي الهوكس بالزبط. فبعد كده قال لك يعني شفنا بلوقتي السوبيريور. قال لك بقى الانفيروس ما له. قال لك بيبقى اه بيبقى تعال كده نمص عليه. قال لك ده بيبقى يعني من هنا الهنا. طب تعال كده ان نزل على اللي تحت لو يتبصيت عليه من تحت كده. من ناحية الانفيريور هتلاقي لا مش كونكيف ورم صيد صيد. ده كونكيف انتر وبوستيريور. يعني لو خدت بالك كده. الكونكيفزتي بتاعتها لو خدت بالك كده عمل كيرف بس الناس متركز كده عشان تاخد بالك من الكيرف. ادي الكيرف ها. عزك تركز معي بس وشنشوف الكيرف. قال لك اهو كيرف. بص الكيرف ده ماشي ازاي? قال لك كيرف. عمل كيرف. من من ال ايه طبعا ده الفرونت اللي هي الاف هنا. وده هنا ايه الباك مسلا. او ممكن تقول ايه انتيريور وبوستيريور. ادي هنا الانتيريور وادي هنا الايه البوستيريور. قال لك ده بص ما ماشي من الانترو وبوستيريور. مش ماشي من الميديولاترال وبالتالي هو عامل كونكيف من اين بقى من الفرونتل توباك او من الفرونت توباك او من الانترو بوستيريور من الانتيريور للبوستيريور. ايه دي الفكرة في ايه ان الانفيريور عامل بالعكس. علشان ليه? عشان ليه طيب? علشان لما يجي طبعا من فوق هيبقى عامل من من ناحية دي للناحية دي. يجيله بقى الانفيريو بتاع الفقر المنفوق يوم مسك فيه. هيمسك فيه ازاي بقى يبقى دا كون كيف ودا كون كيف. بس ده يبقى مسك كده. ده طبعا من ماشي بالشكل ده. يجيله واحد تاني بقى ايه من ايه يجيله بالشكل ده. بحيث ان هم يمسكوا مع بعض كده. كشكل الكبز بيقوله يعني. بالتالي هم الاتنين بيتخاطعوا مع بعض. عشان يبدأوا ان هم يعملوا ايه اللي ما بينهم. ويبدأوا ان هم ايه يمسكوا في بعض. كبادي يعني. فكده خلاص شفنا قالك ان هو بيبقى ان هو بيبقى ان هو بيبقى من قدام الورى. هو هو طبعا الايه والفرونت تبقى. قالك بعد كده ايه نشوف كون اه اللي قولنا عليه بقى مين الهوك والانسينيت بروسس. فقالك والله بتوين الانسينيت بروسس. انها من هنا الهنا ما بين ما بين الهوكس اللي طلع من هنا وما بين فدي طبعا ما بين الانسينيت بروسس ده. دي طبعا تفاصيل بتوين مسلا ايه بتبقى موجودة ده من اول لحد كل الفقرات من يعني ما بينهم ما بينهم ما بينهم ما بينهم كل الكلام ده من اول لحد خلي بالنا بالملحوظة دي لان بيسأل فيها بالامسي كيو. قالك بعد كده تعال بص بيقولك ان فيه انكافر برو الجوينت بيبقى بنسميه اه جوينت تفلوشكا. يعني علم اكتشف وسميناها على اسمه ومش حوار يعني. خلاصنا الجزء الاول بتاع التركيب العام. لدينا نشوف التركيب المختلف. يعني اخدنا دلوقتي التيبكال. ده بقى للك فيه اوتيبكال. فالأوتيبكال قالك انه مين اللي ما قلنهمش. لهم والسي 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 دول ما قلنهمش. احنا قلنا من تلاتة لستة والتالي اي حية ما قلنهاش يبقى غاتبكال. فقالك تعال كده نشوف اول واحدة فيهم. اللي هي طبعا مين الاطلس. قالك الاطلس بتبقى تعال كده نجيب الاطلس وندغسها دراسة تخصصية وايه وتفصيلية. ونبدأ نشوف ايه اللي هو عايزه مني فيها بالزبط علشان نبدأ ان احنا نشتغل. قالك تعال كده نوضع نحطها في اللي هي قالك دي مسلا ايه دي بستيرو وعدتها بستيرو عدتها ده ايه الانطوميكالبوزيشن اللي هي بتبقى فيه. قالك تعالى بأي ايه نشوف قالك البادي مسلا اول حياة البادي. قالك هل فيها بادي انتیرير قالك ده acompaك ده بتاعها الفي بادي. لا مافيش بادي ده في حاسمها ايه ارش. وبالتالي مافيش بادي. فقالك تعال ان نشوف بالتا 실� food بتاعها Backup medion جاور описate عامل ايه? قالك فاشت جون باktor종 عمي بتاعها. بتاعها. تمام? فتعالك نشوف قال لك تعالك نشوف قال لك قال لك ادي قال لك عامل بص الكونكيف عامل ازاي نشوف هنا واضح وتشوفه هنا كمان ايه واضح. قال لك عامل ادي كونكيف زي ما قال لهم مشو اخد بالو. ادي لفوق. وده هنا كزلك برضو لفوق. بصص فين الكونكيف ده قال لك الكونكيف باصل سوبيريو وهنا نفس الموضوع الكونكيف باصل سوبيريو. ادي التفاصيل وقال لك باصلت لفوق. فبتاعك نشوف الانفيريو الناحية المعاكسة. قال لك بيبقى فلات. وما يلن هو اياه طبعا المين لفلات. يعني لو جيسا قال لك الانفيريو ده ايه? قال لك ان هو فلات. قال لك انه هو في نسبة بسيطة جدا من الكونكيف. وقال لك فيس طبعا ايه? علشان هو اصلا تمام? فتعالك ننزل تحت نشوف. قال لك تحت ايه? اغلب الموضوع بيبقى ماشي ايه? ان هو فلات. يعني بص هنا. قال لك ان هو اغلبيته ما فوش اه ما فوش وكونكيف. اغلبيته فلات. لكن بتيجي هنا في الاخر خالص. قال لك بتعمل سنة فهل دي يعتبر كونكيف? قال لك لا ده سلايد لكونكيف. وهي نفس الموضوع بالزبط بتبدأ ان انت فلات. لكن بتيجي في الاخر هنا برضو بتعمل ايه? بتعمل حتة زيادة كده يعني. وبالتالي بتقول ان هي سلايد لكونكيف. لكن لو سألك عليها بشكل عام. قلو ان هي لا دي مش كونكيف. دي هي ايه? عبارة عن تمام? ده كده بالنسبة لي بتاع اه بتاع طبعا ايه? بيكون فلات كونكيف وبيكون قال لك بعكاة تعال نشوف تعال نبص كده نشوف. ادي قال لك قدام مفيش بادي. قال لك هل من ورا انت شايف فيه اللي هو ببقى اللي هو عامل كده وطلع واحد هنا وواحد هنا قال لك مفيش حياة خالص. وبالتالي هي كده ما فيهاش اي عبارة عن من ورا وبالتالي هو وقال لك ان هو قال لك هي دي كبيرة ده ما كان اصلا قال لك بدلناه بحال كده اسمها دي الفكرة في الموضوع. ان هو مش موجود لكن بدلناه بالمهم جدا تحفظ اسمها. قال لك بعد كده ان هي طبعا بيكون فما سهل ان انت تحفظ اسمها يعني. قال لك بعكاة تعال نشوف الكنال اللي هي الكنال الكبيرة دي قال لك ان هي بيبقى ترينجولر. تبع على شكل مسلس. وقال لك ان تبقى كنال او كنال. ان هي اكبر كنال في يوم كلهم. قال لك بص الكنال اصلا عاملة ازاي? طب قال لك فين الشكل بتاعها اللي انت قلت لي ان هو ايه? لو عامل زين مسلس. قال لك ما هو مش بالزبط عامل زين المسلس. قال لك ان هي كتكملة ليها لو جيت مدية محور هنا كده. وخدت هنا ايه? كمسلس يعني من هنا. وعملت المسلس قال لك ان بتاعة المسلس هتعدي باكبر نسبة على ايه الحتة دي? وقال لك ان كده الفرتبرة باغلابها بيكون ايه? بيكون بتكون على شكل مسلس. وبتكون طبعا لو جي القرنتها باللي تحتها هتلاقي ان ايه اكبر واحدة فعلا من ايه? طبعا اللي اللي موجودة معنا سواء في او سواء في الفرتبرة الكلة من كله. وعشان كده مهم جدا لفز دي هي لفز مهم جدا. ولازم تخلي بالك منه نحط تحتها ايه كده? خط علشان تبدأ ان يتركز فيها. ان دي كده مهمة جدا. ولازم انت تخلي بالك من لفز لما تجي تسمعه. زي ما هنسمعه دلوقتي برضو ايه في حتة اللي من تحت هنا. قال لك ترانزفيرس بروسس. فتعالا كده نشوف. يعني ايه برضو ترانزفيرس بروسس. شفنا ترايانجولر فعلا. وشفنا بالنسبة للكنال. تعال بقى ننزل على ترانزفيرس بروسس. قال لك برضو ان هو برضو مهمة جدا. لما تشوف كده في الاخر او مقارنة اه فيها اخيرها ايه ار يبقى مهمة جدا. وغالبا من نسبة سان في المية يجي عليها مسئلة. قال لك ان هي فتعالك نشوف. بص شكلها عامل ازاي. دي طبعا ايه بروسس من ناحية اليمين من ناحية الشمال. قال لك ان هي اكبر واحدة في كله. طب تعال كده. بدأ من انت مش مصدق عشان اكيد مش مصدق. عايزك تبص كده. ادي من هنا. بص شكله عامل ازاي. ودي هنا برضو ايه من ناحية الشمال. طب بص هنا برضو بص بالزمة كده. بص ناحية اليمين ناحية الشمال. ده اصلا مش ترانزفيرس. بص هنا اصلا شكله عامل ازاي. ده اول ده ترانزفيرس ده. بص شكله عامل ازاي صغير جدا. قال لك طب بننزل تحت بننزل تحت بنلاقي ان فيه والله ده هنا انا شايف ان هو كبير شوية. قال لك بس لو عملنا محور طولي كده مسلا. وقال لك المحور ده بزاوية تسعين. قال لك مين اكبر واحد فيهم. هل ده اللي انت على شايفه كبير? قال لك لا ده اكبر واحد فيهم بتاعي بتاعي. طب نحمل محور عن ناحية التانية قال لك نفس الموضوع بالزبط. مين اللي طلع اكتر لو عملت ده بالزبط هتلاقي ان ده طلع اكتر وبالتالي ان هو فعلا ده بالنسبة لمنطقة ما تكلمناش على اي مناطر تانية قلنا بالنسبة لمن? تعال كده نرى الكلام بالنسبة ده كده بالنسبة لي الاطلس او ده طبعا الشكل بتاعها والتفاصيل اللي اعنا لسه شايفينها. نروع بعد كده مين either?؟ قال لك الاجزز تعال نجيبها برضو ونشوفها واحدها. نشوف ال اكترس. قال لك الاجزز قدي شكلنا اهو. قال لك بيبقى فيها ايه زي ما قلنا حيا دنطسة من قدامها تعال نشوف التفاصيل. قال لك قدي من قدام هنا. بيبقى في حيا معايا اسمها الدنطس. دي انتيرو طبعا. قال لك بيبقى في دنطس اسمها بتاعات الأجزز طبعا. قال لك بابقى نشوف البادي او الحقيقة. قالك الábدي بيكون طول اه وز طبعا ان هو بيكون طويل طول قالك فعلا طويل طول هو نزل لتحت يعني نزل اصلا تحت الفقرة لو خدت بالك كده. بالطويل طول مش عارض عرض مسلا ان هو بماشي كده قالك لأ ده طويل طول كده. قالك طويل به الطول كده اكتر من ايه العرض بتاعه? فالطول بتاعه ده كله كده لو شفت الطول كان كله هتلاقي ان هو اكبر من العرض. وقالك ان فيه سيسمة يعني هتطلع가 زيادة كده او برزة اسمها و بالتالي سمينها ايه دينس او كتلة يعني تمام فليه كتلة لان هي هنعرف دلوقتي ان هي ايه لو قلت لفظه كتلة ان هي حية كويسة جدا حية بتبدأ ان هي تعمل لك وبتبدأ ان هي ايه تعيق الحركة في التجاهات وتسمح بها في التجاهات تانية زي ما هنعرف بعد شوية. قال لك ان هي دي اهم حية تحفظها في البادي بتاعها ان هو بيبقى طول طبعا وبيبقى دي مهمة جدا للحفز. قال لك بعكا قال لك خد على طول ان هو ايه? ده قال لك خد على طول ان هو ثبتها قاعدة يعني. قال لك تعال بقى نشوف حية المختلفة. قال لك لك ليه بقى تعال نشوف. ده قلنا ان هو من تحت بتاع الاطلس طبعا. ليه قلنا من تحت هنا واغلبوا قال لك لان هنا بتلاقي ان هي هنا عاملة ازاي? عاملة شوية عاملة هنا ايه? طبعا شوية عاملة كده. تمام? وبالتالي هنا هلاقي ان هي دي كونفيكس زي ما قلنا كده ان هي اه فلات برضو لكن اهم حين هي فلات يعني. لكن بيقول لك ان هي فليه كلمة علشان تبدأ ان هي ايه وتمسك في الشكل ده هنا. يعني لو قلنا ان هنا بتاع الايه بتاع مسلا. هقال لك دي بتاع مين بتاع عشان يعمله مع بعض كفاسة يعني تمام? فقال لك ان الاغلبية بيكون ومش هيجي لك سؤال على المنطقة دي ويقول لك مين ومين لا الكلام ده مش هنا لسه نقوله قدام يعني. قال لك فايه بقى ان هو فلات وطبعا معها قصد فلات مش مهمة كلمة قال لك بعد كي تعال نشوف الانفير ارتكولار فسد قال لك ان هو برضو فلات زي ما قلنا وبيبقى ايه فس انتيريور اند انفيريور. تعال بقى نشوف فين فس انتيريور دي ليه فس انتيريور تعال كنشوف. زي ما انت شايف كاسمها اجزيس. فقال لك تعال كنشوف هاي اللي هي بتبص بتعمل ارتكوليشن لتحت ولا بتعمل ارتكوليشن لفوق. هيقول لك بقى مين اللي نزل ومين اللي طالع. قال لك والله يبص من تحت كده هاتلاقي انيه واردة زاوية كده ولأ مسكا قدام.الا انا شايف انها مسكا قدام اكتر.ان هي مسكة كده. دها النزلة بتاعتها كده. meals Mysterio اكتر. بص كده. اه اي Prep anterior اكتر. اى مثلا المان اكيد من posterior يعن هي مش كده. الا ده يبص agradeingo ان هيaha 짧ا اكتر. وبالتالي هي ايه بص انتيري THI. ايه دي بص اه بص انته هاذ بص انتيري أكيد تبص انتيري وكمان انفيريور عشان هي نفيريور.видت الى التي عم بص planus process.الك بيبقى ايه. زي ما قلت لك ركز في الكلمة دي مهمة جدا بتاعها بيكون بالنسبة ليه بيبقى طبعا زي ما قلنا بس مش واضح فيه فنشوف في الوقت التفاصيل قد تحتها خط علشان نركز عليها لان هي كلمة دي هنا او في النقاط دي عمتها بتبقى مهمة جدا علشان الاسئلة على كده ايه قال لك قد يا باشا بص شكل من اول وهنا طبعا ايه وكله دول بص دة بص هنا عاملت ازاي قال لك دة هنا ايه اللي بيبقى الاسباوانows والا ايه همتكلم فيه ايوugh اسباوانس بروس قال لك بيبقى بص بيبقى ازاي بيبقى شكله كبير جدا انت هتيجي تقول لي والله لا انا مسلا شايف ايه شايف ان دي هيتبقى اكبر منه اقول لك احنا في هنا مش بنتكلم على ان هو طويل ولا صير ولا عريض لا انا منتكلم على الحجم الكل فبص كده الحجم الكل هنا الحجم الكل عامل ازاي هديد قارنه هنا مفيش مقارنة هنا مفيش مقارنة هنا برضو نفس الموضوع وهنا نفس الموضوع وحتى هنا في سي سيفن هو طويل اه وبرومين انته وبروجيكتد وكل حاجة لكن انا بتكلم على ايه على الفوليوم الكامل بتاعه وصل حجم الكل هتلاقي ان ده اكبر واحد من ايس الحجم الكل يعني تكمل بقى بقى الكلام بيقول لك انه ايه بيبقى البرتبرا الكنال بقى نشوفها قالك ان هي لارجة اند تريانجولر بال administering ي Lego CY All Japan من شوفه برضو كده ده في انتيري وبستيري وبركل فين بقى هنا انتيري طبعا هتى الانتيري الموضوع اكدام وهن البستيريا راحا نكمابception البرتبختبير من قدام ما نبcard معنى هنا بهенногоها كانت له ايه بستيري تيبريكل وهنا عندي بستيري حتى بقى البرتبختبير اللي موجود معانا. تعال كده احنا ايه خلصنا كده تعال نكمل بعد كده. دي طبعا الرسمة بتاعتها. قال لك والله كان في واحدة تانية او واحدة تالتة يعتبر اللي هي مين بقى اللي هي الاخيرة معانا. قبل ما بدأ ندخل على قال لك. قال لك تعال كده نشوف نجيبها وحدها برضو ونشوفها. هتلاحظ ان شكلها مختلف عن ايه عن اغلب السيرفايكل وهناعه في كده ليه بعد شوية. قال لك تعال كده بص هنا هتلاح الميزات بتاعتها المزايا بتاعتها. قال لك ادي الانتيريور في بدأ يكبر شوية. ليه بدأ يكبر لان احنا بدأنا ننزل لتحت وبالتالي احنا ايه في بدأ ان هي واقع يحمل على السيرفايكل من تحت اكتر. والتاني نبدأ ان احنا نعمل آآ بالنسبة للبادي. فقال لك ان هو ايه برضو نفس الموضوع بالنسبة للسيرفايكل كله ان هو عريض اكتر من هو كونه عميق. هم بتاعك ان نشوف اول الله ده فعلا ان هو العرض بتاعه. بص العرض اقديه العرض من اول هنا لحد كل ده هنا. لكن العمق بتاعه قديه العمق بتاعه الحتة دي بس. وبالتالي هو كده عريض اكتر من كونه ايه عميق لجوه. قال لك تعال كده نشوف ايه والانفيريور فسد بتوعه. فطبعا ايه لما تشوف كلمة برضو ايه على طول ناحية التانية. مش عارف برضو ايه خد انفيريور. بس مش مكتوبة لكن خليك عارفها يعني. ان هي على طول. فقال لك والله دي فس مين بقى לא هالا قال لك بصها بوس تيريور تعال برضو نشوف ها نفس الموضوع بالزبط ونشوف هالدي سي سيفن اهي دي سي سيبنت تعال بقى نرسم عليها ونشوف بتاعها بصة لبا س تم بالزبط. قالged متاعها باصة مين باصة بوستيريور يعني انت glow اهنا نعملها بالساهم ماشي قالك باصة مين باصة بوستيريور كده باصة لفوق عشان ها يعامل لفين يعمل فهن يعمل لفوق. يبقى باص مين باصة بوستيريور. عايbeok في باصل مين باستيريو. نفس الكلام مكتوب. قال لك Lady بقى. قال لك. هيا عمل ايه? عامل ص Long هيا. هيا الكلام ده. قال لك انه هو بتاعه هنا. بدأ انه arted هو طبعا نزل على فخارات الزراسج بعد كده. قال لك انه بدأ يعتبر انه ياخد الشكل بتاعه من نسبة كبيرة. فقال لك انه ها بص عمل التحام كامل يعتبر ايضا نزل buses ما عاملين مع بعض. بص كده شكل الفسد من هنا في هو بدأ ان هو طبعا شده ملاصق للسراسك من تحت بدأت ان هي تقل المزايا بتاعته والسراسك بطبعا بدأت ان هي تتحول لمزايا سراسك في قال لك ان هي يعتبر ان هي شبه السراسك فرتبرة من 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 فسد قال لك والله وفي كزا حاجة يعني مش بس لكن ده اللي هنأخده يعني فقال لك والله تعالى كان نشوف قال لك ان هو بيبقى قال لك ان هو ايه بيبقى وبارس جدا بالنسبة الباقي قال لك بص الباقي لو عملت مسلا خط عرضي هتلاقي ان هي هنا اكبر واحدة فيهم كلهم سنزع عليهم كلهم مين اكتر واحدة وطلعة وبرزة قال لك ان هي البرزة اكبر واحدة بتاعت اللي هي طبعا فقال لك بيبقى فعلا لكن مش لارجس لان مين اللي قلنا هو عشان هو كبير جدا قال لك والله ده بس مش لكن المزايا بتاعته ان هو زي ما هي مكتوبة ممكن تكتب جنبها ان هي ان هو برز لبرة يعني وهكذا قال لك بعد كده ايه تعال نشوف البرزة الكنال قال لك ان هي بتبقى يعني ايه شكلها عامل زي المسلس ادي القاعدة نسبة لك ادي اهو عامل زي المسلس بالزبط ده هنا ايه القاعدة بتاعته ده هنا بتاعه قال لك والله تعالى كان نشوف قال لك ان هو بيبقى اللي هو من اليمين والشمال قال لك اه اه ان هي طبعا زي ما قلنا ان هي متشابهة بشكل كبير جدا مع الفقرات الصدرية اللي السراسك وبالتالي السراسك اللي احنا اخدين بالنا من هنا الايت دي هنا دي ماسكة فين لو خدنا الضلقة مسلا في السراسك دي مسلا اه قال لك السراسك الضلقة ماسك فين ماسك في الزبط من هنا فالترانسفيرسي بروسيس عامل ايه بروجيكتد من هنا فقال لك نفس الموضوع بتتعادي منهم السي سيفن زي ما طبعا بتتعادي من السراسك علشان تبقى زيهم لان هي اعتبرت تحول بدأت ان هي تحول من السراسك للسراسك وبالتالي اتعادت منهم شوية وعيزبت ان فيه مثلا غير بهييلها لحيزة كده فعملت له ايه عملت له انتيريور بروجيكشن او انتيريور من فوق هنبدأ ان احنا نشوفه دلوقتي ادي قال لك من قدامه تبدأ ان هي تعمل لك كحيك زي يعني علشان تبدأ ان هي ايه تعمل لك انتيريور وطبعا بيستيريور من هنا بس مش يبقى واضح ده اللي احنا بتكلم عليه اللي هو كأنه ايه هيمسك في يعني من قدام ادي هو ايه قال لك الانتيريور انتيريور تيوبريكل فورمينج للاكسترا رب كأن فيها رب يعني جاي سيما قلنا ان هي بتتعادي من السراسك بالنسبة دلوقتي بقى الجزئية بتاعت اللي جاملت قال لك تعال نبدأ في اللي جاملت قال لك تعال نبص في وبعد كده هيبقى في ايه هنبدأ ان احنا نشوف الكلام ده ايه مرة في البستيريور ومرة في الانتيريور هتعالك نشوف في الانتيريور لو احنا بصنا من قدام طبعا هنشوف الكلام ده كله في البرنامج بس نقرأه الاول ككتابة قال لك ان يبقى في عندي اطلانتو اه او سيبيتل جوينت كابسول يبقى في عندي ما بين الاطلس طب ان اسمه كده اطلانتو وهي كده يسمى هاي? الأطلانتو أسبتل جوينت كابسول أول أطلانتو سبيتل كابسول والاكبعруд تنزل للتحت بتلاقي ان ده أبو فيزيل جوينت ما بين سي وان وسي تو بنبدأ نحن نشتها Leonardo Ex прир Listen体 فهبنددر ان احنا يشتها طول انه الأ choses فبالتاليaries التاني اللي خطة بالك بيبقى في II Aprophysial joint capsule القدnez ممكن نساميه عال طول مبعد كده والله هي قال لك ايه ده الفوتبراة الانتيريور بتاعنا. قال لك ده الانتيريور بتاعه ده البوستيريور. وبالتالي هنا بتلاقي ان البوستيريور لونغة وزيبت ال歡迎. معنا كده بتشوف من هنا بتلاقي ان ان انت برضو بيكمل من هنا في الا反ة دي هنا. آآ وبعد كده بتلاقي ان هنا هنا الilah الاحخ ك Shanghai. فقرة الاولى الاك سبيت. قال لك بقيه هنا ابوفيزي الغابسول زي ما قلنا. ونفس الموضوع في كل الفقرات الم ضحة. بتلاقي ابوفيزي الجوينت كابسول. ده البادي من قدام. بتتالي ده اسمه ايه باسآ طب فين قال لك ما هبص قال لك وقال لك هنا على طول من جوه هنا هتلاقي طبعا ايه اكسبيتال كابسول اللي تكلمنا عليه قال لك ده اه 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 ممكن نقول عليه عادي جدا وبالتالي ايه ده نفس اليمين بالزبط هننزل تحت شوية الاطلنتو اجزي الانتير اطلنتو اجزي الليجامنت فبالتالي والله قال لك ان هنا في مهم جدا لجامنت معنا هنا اسمه ما بين ايه ما بين الترانزفيرس بروس اسوى عشان كده ما ما بينهم فسمناه بيقول لك نبدأ باول واحد فيهم تمام اول مهم جدا الترانزفيرس ده وهنقعف التفاصيل بتاعته دلوقتي قال لك تعرف ازاي او تجيبه ازاي نقطع من هنا من قدام وبالتالي هنبدأ ان احنا نلاقي هنا هنلاقي مين بقى ايه ده بتاعنا اللي هننتكلم عليه دلوقتي قال لك بيعمل ايه قال لك تعنشل اللي حواليه بس شان هو يبان قال لك ادي الايه الاكزيس وادي الدنسة بتاع الاكزيس قال لك وصلنا بعد كده بان بالاطلس وصلنا ازاي قال لك وصلنا بالترانزفيرس لجامätte. قال لك truth. عمل لي ايه. قال لك انها ويعمل لي تريكت للموفمت طب ازيع الموفمت قال لك مش انت هتيجي تحرك باستيريور. هتلاقي ان هو حصل له ايه. هتلاقي انه حصل له شي الورا. ليه لان هو ماسك كده هو كأنك انت ماسك في عمود. بدك الاتنين ماسك في عمود من هنا. وماسك في عمود بالناحية التانية. هقول لك هتقول لي مش عارف اكمل. هقول لك تبيع معي برضو مش هتعرف تكمل. طب عايز نعمل في الفرونتال هقول لك برضو مش هتعرف ان انت اية هتحاول تعمل ناحية اليمين. هتوجه الصعوبة. لكن هقول لك اعمل حوالين العمود اللي انت ماسكه هتقول لي او والله انه ممكن نعمل بكل سهولة. الف يمين او الف شمال مفيش اي مشاكل. تعالى بقى نكمل بقى ايه بقى الكلام المكتوب. بيقول لك بقى بيبقى قوي جدا طبعا. بيقول لك انه طوله اتنين سنتيمتر. قال لك بيعمل لي في بقية ان الحركة تحصل هتحصل لي في بس. مش هتحصل لي في اي حية تانية او اي تاني ولا اي محور تاني ولا 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 قال لك بعد كده ايه ان هو موجود في الاطلس من الاطلس والاكز زي ما قلنا. تعال بقى نكمل بيقول لك بتبقى بقى ان هو بيرجع للشكل الطبيعي بتاعه بيحصل له يعني بيمتد كده وكي انه يحصل له حية مؤقتة كده كتشوه وبتيرجع لمكانه تاني ويحصل له اي لو ما حصلوش الكلام ده كله قال لك ان هو الاطلس هتبدأ ان هي تعمل يعني ايه الكلام ده قال لك ان ده هنا لو يجينا كده ايه وراحنا مساكنا البتاع دي كده احنا قطعناها. ايه اللي هيحصل بقى? قال لك اللي هيحصل ان الليجاملتات دي هتبدأ ان هي خلاص منش هيبقى فيه الليجاملت بيسيطر لعالحركة وبالتالي هلاقي ان الايه قال لك الاطلس كده هتبدأ ان هي تعمل او تتزحلق لقدام. ليه? لان هو اصلا كان مسكها مع الاجز كان يثبتها لحد كبير. فقال لك المرة دي بقى انا مش هثبتها قال لك لأ ده هخليها تحرك لقدام. وبالتالي لما تحرك لقدام يحصل ايه? قال لك دي هنا هتبدأ ان هي تحرك لقدام. طب القرد اصلا نزل من هنا. قال لك طب انا ما لها هتحرك قدام برضو. وبالتالي هيعمل دامج لسباين الكورد. عشان الفرتبرا كنال الكبيرة دي كلها هتبدأ ان هي تقل في الايه في الديامتر بتاعها وتبدأ ان هي تقل وبالتالي هتضغط على وتعمل ايه دا كده بالنسبة ليه ده. قال لك تعبط مسلا هنا ايه قال لك هنتلاقي ان في دا هنا هنا طبعا ايه الاطلس وهنا قال لك هنا مفيش بادي وبالتالي دا قال لك و罗ه ده في البريكان تعاني قال لك هنا هتلاقي هنا قال لك هنا في وتحت برضو نفس الموضوع قال لك والله في ايه ثاني قال لك فيه دا هنا والناحية التانية برضو Nep Tahoe. إلا مسكهم ببعض زي ما قلنا. وفي حاجة اسمها هناخده دلوقتي برضو. قال لك باقي تعالى انزل دلوقتي على حاجة مهمة جدا ولازم تاخد بالك منها. قال لك. فين الكلام ده كله قال لك تعالى جيب العشان نشوفه. نيجي هنا بقى انتيريور. نحيله قدام. ونريد انها هنقط مش لازم بقى نشيل الكلام ده. المهم هنلاقي مين ده بقى للتكتوريا قال لك كان له بسيط على بتاعه. هتلاقي ان كل الفرتبرة البادية من قدام انتيريور. وبالتالي هو كده واقف فين? قال لك ان هو بيبقى في الفرم المجنم في قدام خالص. تمام? قال لك طب من اللي تحته ده? قال لك اللي تحته ده اسمه وبالتالي هم ده عبارة عن استمرار او تكملة تمام? فقال لك تعالى والله نشوف الكلام المكتوب. قال لك. خين بتان Contπيرمين انت منه? قال لك لو شلنا لو شلنا يعني طب هو ان تيريور لي ولا بستيريور لي قال لك لا ده بستيريور لي ان هو واقع ايه واقع وراه. لكن رجع تاني هو واقع وراء وبيتليه precisamente دي كده اول نقطة. عبارة عن برود ان هو وسع جدا وكبير جدا. برود يعني عريض لنسبة كبيرة. قال لك ان هو بص ده مسلا ايه ده انتيريور والتالي قالك انه هو لونجر ذان ويدر. لا ده قالك ده ويدر ذان لونجر. انه هو عريض اكتر يعني نسبة يعني. فقالك انه والله ايه بيبعباره عن بيتكون من الكنيكتف تشو. قالك از كنتينيواشن اف بستير لونجتيون لجمينت زي ما رسا ايليين. ادي بستير لونجتيون لجمينت وهو كنتينيواشن لي يعني استمرار لي او تكملة لي. بعد كده قالك اتاتشد اه تو بازيلا اه او بازيلا بارد. ان هو مسك في دي حتة اسمها اللي هي ايه? دي طبعا الفورة من مجنم. لكن هنا حتة فوق الفورة من مجنم هي الاقتة اللي بالزبط دي اللي مسك فيها. تمام? دي اسمها ايه? طبعا التفاصيل دي بتاعت لانتم الدكتور مش هيسأل فيها. لكن تبقى يعرفها وخلاص لنفسك يعني. ان هي قالك بعد كده ايه? مش ده الفورة من مجنم اهو. هذه الفورة من مجنم اهو قال لك انتيريور فين? هل بستيريور ولا انتيريور? لا? قال لك انتيريور. في الثالي حيحة زي كده كحئية اساسية اية ممكن يسألك فيها الدكتور عادي لان هي انتيريا وبستيريا لازم تعرفهم وببعض. قد الانتيريور ما هو مسك فين مسك انتيريور. انتيريور طبعا بتاعت مين الفورة من مجنم انتيريور ريم انتيريور لي الفورة من مجنم. قال لك بعد كده نزيل Corinthians الستابيليتي تو ذا كرينيو سيرفيكال جوينت ازاي بقى? قال لك ان هو بيبدأ ان هو يمسكلي بالشكل ده. طب ايه فايدت ان هو مسكلي بالشكل ده? قال لك هتيجي تعمل هيبدأ ان هو اه زي البستيرولونجتوين لجم انت بالضبط. هتيجي تعمل هيبدأ ان هو يعيقك. في الفيليكشن هعملك رزيستانس. وبعدها تعمل لاتغال فليكشن قال لك ان هو ماسك فين? بص يعني هو مش ماسك بس في الاكسبيت ده ماسك في ذات نفسها. وبالتالي هو مش مسك مسلا في الاطلس اللي من هنا. لا ده مش مسك في الاطلس اللي هنا. لا ده مسك في وموصل للاجس. بمين بقى عامل جونت ما بين الاجس. ليس اصلا مش السي وان. وبالتالي هو عامل كده ايه? عامل عبارة عن آآ زي ما نقدر نقول كده للموفمينت كلها. وبالتالي كل ما تعمل اكتر للموفمينت كل ما تزود الاستبيلات بتاعتك. فهو كده ايه منع منع بتاع يعني هيرززت شوية يعني هيحصل له تنشن. وقال لك انه بيمنع وبيمنع وبالتالي بيحصل له في اغلب الحركات. وبالتالي هو بيعمل لك ايه في كل اتجاهات يعني بيمنع كل الحركات من الاخر. تمام? ده كده بالنسبة المين قال لك تعال بقى نبص ايه الحركات والحاجات اللي معايا عشان نبدأ ان احنا نكمل. قال لك والله بيكون معايا بقى بيكون معايا البستيريور اطلنت والسبة الممبرين. ده بس احنا خلينا الشخص ده عامل ايه في الهيد. وبالتالي نزل من هنا. قال لك ده مين بقى? دي الاطلس اللي الفراء بتاعتنا. وقال لك والله ده مي commence تحت الاطلس وما بين الاطلس والاكزز. حاجة كده اسمها نبع موجود ما بين مين ومين. قال لك ما بين موجود مباين للمين للي. فقال لك دي اللمين لي من هنا. ودي اللمين لي من هنا. ودي اللمين لي من هنا ودي لا من لي من هنا. ما بينacoLadam Young الاطلنت والسبت الكابسول. بس من هنا. ادي الكابسول زي ما انا شايفين. وده طبعا التكتوريا ده طبعا من ان هو مسك زي ما قلنا في بتاع الفورم المجنم. ادي الانتيريور ريم. ادي الانتيريور ريم. قال لك تعال بقى نشوف بقى الليجامنت مهم جدا 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 لابعد الحدود معنا. اسمه تعال بقى نشوف التفاصيل لقى الليجامنت ده. انه هو بيقول لك اتش الليجامنت باسس لاترالي اند سلايتلي فده معناه ايه? قال لك ان هي مشية لاترالي ماشية لاترالي وسلايتلي ابورد ركز في الكلام عشان لما نشوفه الصورة تبقى واخد بالك يعني. قال لك تعال بقى نشوف لها صورة علشان توضح. على كده مسلا ايه? نشوفها بالشكل ده كده نشيله من هنا. نشيله اللي احنا مش عايزينه. ونخلي اللي احنا عايزينه. ادي مسلا ايه? الالر قال لك طلع من ين بقى وغيح فهين? قال لك طلع من اور طلع من وبالتالي غيح فهين ؟ غيح للفرام المغنم. فدي بتاعه من هنا ودي بتاعه من هنا قرب للجسم. قال لك ده الميدةة بتاعه من هنا وحنا ولا بتاعه من هنا. ابقه طلع من قال لك والله بنبدأ نطلعها من هنا. وبنبدأ ننطلعها من وهي بديها او في الفرام المغنم. تمام? لكنها هنا مقسinks ملط طبعا كبرنامج ونبدأ نشوفها دلوقتي كالصورة صحيحة. تمام? كالصورة دي يعني. تمام? ده الشكل الصحيح بتاعها بالزوايا بالدقة الكاملة يعني. تمام? نكمل بقى بيقول لك ايه? بيقول لك يعني قالك انها بتتعرض للفحص بشكل مستمر. يعني لو حد قالك والله يا دكتور انا جايلي آآ الم ما صحيت من النوم. لقيت ان فيه آلم شديد جدا. عشان انا مسلا كنت نايم في الرئيس غلط. كنت نايم على مخادات كبيرة وعالية. وبالتالي حسيت ان فيه آلم جالي. فميديا يعني يعني يعتبر في قال لك والله ده هو بيبقى فيها لكن التكنيك مش علينا يعني. قال لك بعد كده يعني في الحالة الطبيعية بتلاقي ان انت قاعد في الحالة الطبيعية ما فيش ولا بيك ولا عليك. قال لك بتلاقي ان هم ايه? هل هم قال لك لا. ده بيبقى عادي جدا. وبيبقى سايب وغاخي كده وزي الفل. قال لك بعد كده ايه اللي بيحصل بيبقى طبعا في نيوتر البوزيشن. قال لك بعد كده بيحصل له تعالي نشوف. قال لك مين? هنا يعني هنا بتاعة الاغزيس. قال لك وهنا مين بقى هنا الكونديل بتاع الاكسبت. اللي هيبدأ يلف. قال لك ده الكونديل بتاع الاكسبت. وده كزلك الكونديل. قال لك تعالى طب نرسم ونوضح الكلام ده كله عشان نوضح المعلومة عن طريق الرسم. تعالى هنا مسلا نرسم بالقلم ده. ونشوف التفاصيل دي. نجيب مسلا اي لن. قلك أبقى قال لك ان انت اه القنديل ده عندك هنا. ده من هنا. بتاع الاكسبيت وده هنا بتاع الاكسبيت. قال لك يحصل ايه؟ قال لك بيحصل جوتوت. قال لك أثناء تمام؟ قال لك بقى الاكزيا التي بيحصل لها قال لك الدنسي بقى موجود هنا في النص. ويتالى انت هنا الحتة دي هنا اتحركت لقدام وبتحركت في لفة هنا. في مسلا نحية الرايت. قال لك ايه اللي هيحصل بقى? قال لك هنا اللي هيحصل ان انت هتبدأ ان انت تلف القتة دي كده هنا. فبالتالي لما تلفها انت كده هتشدها وهتعمل توت عالي جدا وضغط عالي جدا وتنشن عالي جدا في القتة اللي من هنا دي. طب هل ده طبعا لفت وده ده الرايت وده اللفت. فبالتالي ده لفت نحية مين? لفت نحية اليمين. اهي. لو اللفة كملتها من هنا. ادي اللفة كلها على بعض. كملتها نحية اليمين. يعني لفت ناحية ايه? بسات ناحية اليمين. بأ putting expirationtba nii ali هيحصل? هيحصل toot? ولا في summertime? قالك ah اللي في النص ده عايز زي ما هو الوش دعوا بينا. ده ماسك في قالك البيزوف اكسبت قعد زي ما هي في مش pixel الدنس. قعد زي ما هي في النص. اللي بيحصل بالفة حواليها من هنا وبالفة حواليها من هنا. طب انا لفت ناحية اليمين. قالك الشمال ده هنا هو اللي حصل له toot. هو اللي بدأ ان هو ييجي كده. بدأ ما انا حركت دي كده. بدأ ييجي معي في اللحية دي. وبدأ انه يحصل له طبط على نقر الكلام. بيقول لك انه بيحصل له ايه? ازاي بقى قال لك يعني يعني بيحصل له طبط على كنشوف الصورة تاني. قال لك اهو ده انا عملت مسلا ايه لناحية اليمين. ناحية ايه? ناحية الرايت اهي. قال لك مين اللي حصل له? قال كده يا شباب? طب لو عملت ناحية اه 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 اقل لها ان ده برضو ايه? بدأ يجي لي بالشكل ده كده ويحصل له طول في الكنتر على تقريباك لفت ناحية الشمال. حصل لتنشن في الناحية ايه? اليمين. دي هي الفكرة في الموضوع. قال لك بيعمل بيعمل يعني ما بدأ ما حصل له تنشن. بالتل مش هيغف يخليني اكمل وتل لو حصل له قطع هلاقي ان الشخص ده ممكن يحرفيا يبدأ ان هو يلف دماره كل الزاوية دي كلها ممكن يجيب تسعين درجة ممكن يعد تسعين يجيب مية مسلا. فده ايه طبعا في الايه الاختبار بتاع الليجمينس بنبدأ ان احنا ايه نشوفه ونشوف التفاصيل بتاعت الكلام ده كله. فطبعا هي مش علينا حاليا ممكن ناخدها بعدين. قال لك بعد كده والله ده اكستريكت اكستريم خلي بالك كده من الكلمة اكستريم يعني اي حاجة هتحصل ما بين الاطلس والاكسبت ادي الاطلس اهي والاكسبت قال لك اي حركة هتحصل ما بين الاطلس والاكسبت. اكستريم عايزك بص كلمة اكستريم ده قلت تحتها خط من الكلمات المهمة جدا. علشان تفرق لو اطلق وحط لك اكستريم وتفرق لو شلك اكستريم من الامسي كيو. يعني لو قال لك مسلا تعال نعمل كده ايه? اه مسلا يعني نقول هنعمل حركة اللي هي الفليكشن. قال لك هعمل هل هيرزست معي? قال لك لا مش هيرزست. طب ليه ده مكتوب ان هو قول موش موفمت. قال لك وعشان مش مكتوب اكستريم. لو قال لك ان انت عملت اه لالله هيبدأ ان هو ايه يعمل فكلمة اكستريم اتكتبت? حط القلغ معك في العزبان. كلمة الاكستريم ما تكتبتش? خلاص ما تقضش القلغ في العزبان. هي دي الفكرة في الموضوع كله. تمام? نبدأ نشوف دلوقتي ايه بقى? قال لك تعال كده نشوف على الرسمة. مين بيبقى معي? قال لك تعال كده بص قال لك ده بيبقى حية كده اسمها الليجامنتم ده بيبقى بقى؟ طب قال لك ده اصلا كان ايه? بص كان اسمه ايه? كان اسمه يعني كان اسمه اللي فوق ايه? ده كان ايه طبعا في و والحيتله زي كده. كجسم كامل يعني. قال لك لا ده في في بيختلف اسمه. وبينبي فيه معينة بيبقى اسمه ايه ده الفكرة في الموضوع. طب قال لك هل في في السيرفايكل? لا مفيش. هو بيتحول بص زي بيتحول. قال لك سبراس باينس ليجامنت بينتهي عند بداية سي سيفن عند بداية الاية السيرفايكل من فوق. وبالتالي بيتحول كله اللي موجود معنا هنا ده. تمام? قلنا الكلام ده كله. قلنا 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 تفصيلة مهمة جدا هنا. تفصيلة مهمة جدا يا شباب اللي مكتوبة هنا. لجامنتم فلافم. تمام? ركز هنا في لجامنتم فلافم. لو بصيت في بعض المغاية بتاعة الاناتومي. هنا مسلا هتلاقي ان ما ما اسموش بلجامنتم فلافم. لأ ملناش دعوة دي. ده اسم تاني هو مسميه لي. اللي هو البستيريور اطلانتو اكزي هالليجامنت. ملناش دعوة بالاسم ده. الاسم اللي هناخد عليه هو ايه? ده الاسم الاساسي واللي موجود طبعا بين الاطلس والاكزيش هندقلنا موجود من بين الاتنين لمينة. وبالتالي هو ده الاسم هتاخد عليه على طول. تمام? عشان كده اسمه ايه? لجامنتم فلافم يمين. وشمال. تمام? ده كده خلصنا ايه البستيريور فيو. اطلانتو اوكسيبتل منبراين. ده البستيريور. وقال لك وضع ده فيه فمش عارفة الكابسول من هنا. وبرضو عندي مسلا الانترا ايه? الانترا ترانسفيرس. الانترا ترانسفيرس لجامت من هنا. وده كده الحاجات الموجودة معايا في البستيريور. طيب يا شباب نرجع دلوقتي ونكمل الجزء بتاع الابوفيزيال جوينت. قال لك الابوفيزيال جوينت هو زي ما احنا قلناه ان هو الجوينت اللي بيبقى ما بين الفقرات. والتالي هو اللي بيبدأ ان هو يحصل الحركة كلها بتحصل عليه. ويبدأ ان هو فيه كابسول طبعا هو اللي بيبدأ ان هو يعمل للبعض من الويت خمسة عشرين في المية. على الابوفيزيال ويكون الباقي لو سبعين في المية على في الغالب يعني زي ما اتعرف قبل كده في المحاضرات اللي فاتت. تمام? فبعد كده بيقول لك ايه والله تعالى بشوف الابوفيزيال جوينت. قال لك الابوفيزيال جوينت بيكون غالبا يعني السيرفز بتاعه بيكون سموز وفلات. زي ما قلنا كده الفكرة الكونكيف والكونفيكس فيها قليلة. الاساس بتاعه مين? الفلات. تمام? فبيقول لك والله ان هو يعني هو بيعمل زاوية زي ما قلنا كام مع مع الهوريزونتل بيعمل زاوية خمسة واربعين. لو شفت الزاوية مسلا ادي لو شفت الزاوية دي كلها هتلاقيها كام خمسة واربعين مع الهوريزونتل. عادي هون الهوريزونتل هنا. تمام? عادي الهوريزونتل اهو. وادي الزاوية هتلاقيها هنا عامل زاوية كام. الزاوية هتلاقيها عامل زاوية خمسة واربعين بالزبط. ادي الحتة اللي هنا دي. دي زاوية كان خمسة واربعين. تمام؟ دي كده الليلٍ نازحين لقولها ما بين الفرونتل وما بين الÚ مين طبعاً التي ما بين تمام؟ فقال لك والله على فكرة ما بين برضو هامل زاوية حمسة واربعين. ما بين برضو خمسة واربعين. ليه لِن هي خمسة واربعين خمسة واربعين واحداً في اطنatt. قال لك والدلقاء تعالى کام نشوف و برضو يفتكر على طول يبقى مشعرف بعد كده يبقى برضوexist AMY طيب فكرة بقى تعال نشوفها في اي واحدة مسلا من الفرتبرة. قال لك تعال نرسم الخط التاني بنرسمه على الغطول هنا ده. ونشوف والله قال لك دي دي بصة لتحت. تمام? نرسمها كده بشكل اوضح. قال لك بتاع الفاقة اللي احنا ملونينها دي بتاعت السيسري. قال لك بصص فين? بصص لتحت. يبقى بصص ايه? بصص آآ بصص لقدام زي ما انتم شايفين كده. او بصص لقدام. نعملها بالعكس كده بصص لقدام. عشان هيعمل قدام. يعني ده فوش وكده هو بصص كده لتحت. بصص بصص انفيريور لتحت وبصص كمان انتيريور. يبقى انفيريور بصص انتيريور. طيب لو انت مش عايز تاخدها بالطريقة دي ولا عايز طريقة يعني بالرسم بقى وتجيبها بالرسم وكده. فانا مسلا عندي طريقة بحل بيها الاسئلة. من اسل ايه الجزء ده في الاسئلة. بعمل ايه? برسم رسمة بسيطة كده يعني. برسم فيها ايه? برسم مسلا ايه? تمام? ادي بعد كده باطلع كده. في اه يعني كأنه ده بجو منازل بي كده. تمام? بنزل بي شوية كده. وبعد كده او منازل كده. وادي من تحت كتنزل برضو وتعمل نفس الموضوع. بس تعملها ايه كده بقى? وتبدأ ان انت تطلع كده وتكمل ايه? وتعمل واحد تانية تحت بالزبط. ادي تقوم ايه ببادئ مسلا ايه? ادي من قدان. وقالك تطلع هنا تعمل وتقوم نازل بي تاني وتكمل بعد كده ايه? وتقوم نازل لتحت. ونفس الموضوع تاخد زاوية كده وتقوم طالع تاني مكمل طيب شوفهم انت مع نفسك على طول كده. هل اه مسلا ايه? ده هيفيدك طبعا في الحركات زي ما هنقول بعد كده. لكن اهم حاجة في الموضوع دلوقتي ان انت ترسم الرسمة دي. هتاخد عليها بعدين وهتلاقي نفسك ايه? خلاص اتعودت عليها. فخلاص هتبص كده. ادي آآ تمام? اه بصص كده تمام? ادي ال انفيريور. بصص فين? قال لك ده الانتيريو غضا. مش صح orange زي ما قلنا. يبقى ده الانتيريور. هذا الانتيريور. Sandra بصص فين? قال لك snowflakesه هذا على التراكيب. بصص فين على التدام caso رايزة هو." وراح اقام الارتكوليشون قدام منو نحية دي كده. تمام? عبس نجيب خطة مختلفة. ادي بصص قال لك فين بصص انتيريور علشان هامل انتيريور وبصص برضو يعني بصص لتحت يبقى انفيريور وبصص فين وبصص انتيريور بصص ازاي ادي الانفيريور بصص انفيريور وبصص انتيريور طب اللي من تحت ده هنا تمام ده بصص فين تعال نشوف بصص فين ادي هوا قال لك بصص لفوق علشان هامل لفوق وبصص لايه وبصص للبستيريور يعني بص ادي البستيريور هي بصص بستيريور وبصص سوبيريور تمام اللي اتنين دول ده اللي ايه السوبيريور بص سوبيريور وبستيريو. بس ازاي? دي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. ومع الحركات هتعرف ان انت والله لو حركت الفوق هيحصل كزا. ولو تحركت التحت هيحصل كزا. وكل التفاصيل دي هتوضح حلقة كلها رسمة بسيطة جدا زي الرسمة دي. هحاول انت ايه تاخد لها مسلا. او حايزة كده واحتفظ بيها علشان تبدأ انت تكرارها على طول وتبدأ انت تضرب عليها. لان حايزة كده في الامتحان هي المنقذ الوحيد ليك في موضوع رسومات ونفس الموضوع اللي بيحصل في السراسيك وفي اللمبر وفي كل الاماكن. فلو فهمت السراسيك ان شاء الله هتفهم السراسيك واللمبر حتى ممكن تلاقي اني مش منزل ليهم حيات ولا فيديوهات لكن المهم ان انت فهمت دي كده وعرفت تتزبط فيها الدنيا خلاص هتعرف انت ان شاء الله تزبط الدنيا في البيعين كلهم. نكمل دلوقتي يقول لك زي ما قلنا خلاص الابوفيزيال جون تبيع من زاوية خمسة واربعين مع الهوريزونتل. خلاص ده كده بالنسبة لي الابوفيزيال جونت. قال لك بعد كده قال لك نياه واند النك قال لك بوس تيرمز توم بايند ثري آآ يعني كل الكلام او لما نقول لفز النك قال لك بنبدأ ان اعنا نعبر عنهم بتلاتة جوينت وهمين جدا معنا. اول واحد في هم هندرسوا تفصيلا لما بين الاطلس اللي هالسي وان والاكسبت اللي هالبيزوف والدماغ. قال لك بعد كده في الاطلنطو اجزيال آآ جوينتو كومبليكس. اللي ما بين الاطلس والاكزيس اللي سي وان والسي تو. بعد كده في عندك انتر سيرفايكال ابوفيزيال جونت ما بين السي تو لحد سي سيفن اللي هما الباقية كلهم على بعض. تمام? تمام. بعدها بقى نشوف ايه التفاصيل اللي هنقول لهم فيهم كلهم. قال لك اللي فيه اطلنطو اكسبت الجوينت قال لك ان هو بيبقى ايه? بيبقى عبارة عن سينوفيا الجوينت. بيبقى يعني بيبدو ان هو يعمل لي حركات ويكستنشن ويكستنشن ويكرينيم طبعا. فحركة ان انا بقول ايه? مهمة جدا الكلمة دي. وحط لك تحتها بردو مين? حط لك تحتها خط. ركز ان كل اللي بحط لك تحته خط ده. اسئلة كلها بتيجي في الاسئلة. ومهمة جدا. تمام? وقال لك والله تعالك كده بص معايا قال لك لما تقول يس كده لما انت تجي تعمل بدمارك وتقول يس كده فانت بتعمل ايه? بتعمل حركة بتاعة الاطلنطو السبتل. تمام? قال لك في ملحوظة والله هنا ان انت ممكن تسمي الاطلس دي ايه? انت بتسمي الاطلس كام? صح ولا لا? رب تعالى كده نسميها البداية بتاعتنا بتكون بعد كده بنلاقي ان فيه بعد كده نبدأ ان احنا نزود وهكذا تمام? فقال لك ان هي فقال لك ان هي فمن الدماغ يعني فقال لك هناخد معها الاكسيبت هناخد معها الايه السي دي هيا كأنها سي زيرو كأنها تسمية اخرى ليه الاكسيبت. قال لك والله تعالى كنتشوف الاطلنطو اجزي الجوينت بيعمل ايه برضو? قال لك الاطلنطو اجزي الجوينت بيعمل ايه بيبع برعا عن بلين سينوفيا الجوينت. آآ بيبع بالنسبة للسير فايكل. قال لك المجوريتي بتاعته بتكون طبعا بزاوية تمانين او زاوية كبيرة جدا. آآ بيساهم باغلبية الحركة بتاعت انه هو بيبقى يدرب مع مسؤول حركة الياس. قال لك ده بقى مسؤول حركة الايه. اكيد هتبقى النو تمام? فقال انت تقول او دي الحركة بتاعت اللي اللي بتتعمل علشان آآ تبقى انت كده موجود فين بقى? تبقى موجود في الاطلنطو اجزي الجوينت. لهم بين السي وان والسي تو هنا تقول يس وهنا تقول نو. دي التفاصيل اللي عايزين نقولها. قال لك تعالى بقى نروح اللي اطلنت ونشوف التفاصيل بتاعته شوية شوية. ندرسه يعني شوية. قال لك والله ده بيبقى فنرجع بقى اللي خدناها قبل كده في الاسواء او في اللي هي طبعا ايه العسب الجامعة اللي بتسمع منها. ناخد بس مع ونشوف التفاصيل اللي فيهم. قال لك ايه التفاصيل اللي فيهم بقى? قال لك ادي ده هنا. بيكون ايه? عشان تشوف بس التفاصيل ادي هنا بيكون زي ما قلنا طب فين الكلام ده كله? تعالى كده يجيب لك صورة توضح لك الكلام ده كله. ادي الكاركتوريستيكس نشوف دلوقتي بقى الكاركتوريستيكس زي ما انا شايفين هنا. ادي سي ون ودي السوبيريو ارتكول لك بتاع بيقول لك ان هو بيكون كيف تمام? ادي الكون كيف فعلا اهو. كون كيف زي ما انت شايف. ادي الكون كيف اهو. كون كيف بالشكل ده. بسس فين طيب بسس سوبيريو طبعا وبسس ميديالي. فده ما هيجي لك مين بقى ده 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 البيزوف اوكس. زي ما قلنا البيزوف اوكس بدي عامل ايه? دعم الكون فيكس. يعني بص زي بتاعه. يعني عشان يمسك في الكون كيف بتاع مين? بتاع الاطلس. تمام? فبالتالي هو كون كيف. فبالتالي الكون فيكس ده هنا هيتحرك دايما على الكون كيف اللي هنا. بتقوليش والله ده انا سبت دماغي هو حرك الجزء حرك الكون كيف على الكون فيكس. اقول لك لا ما بيحصلش. الغالبية ولا الاساس بتاع الحركة بتاعتنا ان هو انت بتحرك الايه? الكرينيوم او دماغك على او على المحور اللي هي السيون. تمام? اه بقى نكمل بقية الكلام بيقول لك الاطلنتو سيبتال جويند بيعمل لي يعني ايه بقى الشباب الفرق ما بين مسلا الانجيولا روتيشن لل اكتب كده في اه في اي مكان او ملاحظة يعني ان الانجيولا روتيشن بتكون في الفرونتال بلين وبتكون في الساجتال بلين. ليه كده اسمها انجيولا روتيشن. هو بيتحرك قدام وراء ويمين وشمال. قال لك طب يعني ايه? قال لك بتحصل وطبعا ايه اه يعني في الهوروزونتال بلين والراوند ايه وبالتالي ايه بتحصل فلو قال لك انجيولا روتيشن يبقى انت خليك عارف ان هي فيها دي اول نقطة وتاني نقطة انها تحصل في يعني هيحصل للهيد او هيحصل ايه او وبالتالي دي اسمها قال لك والله ده في مسلا لا دي بتاعت الايه العادية اللي هي هي اللي احنا عارفينها لما تيجي تقول مسلا ايه لحد كتقول له تعمله تزيله رسكي من شمال اه هي دي تمام? قال لك ان هي زي ما قلنا ان هي في وفي قال لك والله اه اه او طبعا بتبدأ ان هي تعمل لي طب احنا مش فاهمين الكلام ده قال لك تعال اشوفها ادي بتاع الهيد نعمل ايه بقى دلوقتي قال لك بص بص اللي بيحصل قال لك اللي بيحصل تعمل سنشيل من هنا ادي بص بيتحرك ازاي بص بيعمل رول لقدام يعني بيتزحلق لقدام وبص الجليد ده حصل فين الجليد وبستير تعال بقى نشوف التفاصيل دي قبل ما نقول قال لك بص اللي اصل حصل رول طبعا لقدام ان الهيد ملت لقدام وطبعا لين الاطلس الثابتة والتالية اللي حصل قال لك ان دي بدت اني تعمل ايه رول انتيريو في نفس اتجاه الموشن بص اللي اصل رول انتيريو في الاخر دخلص حصل جليد بستيريو يعني شايل ان هي اتزحلقت لورا. فهي عملت لفت لقدام بشكل طبيعي زي ما تاخد بالك كده. بص ازاي العصر. يعني ايه رول القدام? يعني بدأت ان هي تتحرك كده القدام. نجيب لون واضح. قال لك ان هي بدأت تتحرك كده بعد كده في نهاية الموشن بدأت ان هي تعمل يعني ايه قال لك يعني اللي من تحت كده دي كلها قال لك ان هي بدأت تعمل في عكس اتجاه الحركة. ادي ايهي. قالك بتتتزحلق القدام. بعد كده تعمل ايه? تعمل بعد ما تخلصها وتعمل دي الفكرة في الموضوع. فطبعا ايه قال لك هنا عبارة عن ان انت لو شفت كلمة مكتوبة تبدأ ان انت خلاص ده الطبيعة اللي بيحصل معاك وبالتالي ان هي وبالتالي هي هنا وبالتالي هتلاقي ان يعني الرول اللي في نفس الاتجابة الحركة لو هتعمل وهتلاقي ان الايه لو ايه لو عملت برضو تمام? فبالتالي لو انت عملت ايه اللي يحصل تعالك نشوف ادي قال لك بيبقى بكل بساطة كده بتبقى عامل ايه? بتبقى عامل في نفس الاتجاه بتاع الحركة عملت ايه بص اللي بيحصل والتالي حصل معا ايه? حصل معا علشان نكمل بص ادي في البداية مع كده اتزحل قدام شوفها تاني كده ادي ايه? قال لك انت عملت بعد كده ايه? حصل على الفقرة دي انتيريور دي فكرة في الموضوع بالنسبة ليه تمام? بيقول لك بعد كده ايه? ان هي بتعمل لك بتعمل لك بتعمل لي بتعمل لي شوية وبيقول لك بعد كده بتعمل لك بص بقى في الاتلانتو ما بيعملش كتير جدا وبالتالي يعني من كتر بتاعتها قال لك ان هي ممكن تديني درجة واحدة بس يعني تلتمية وستين درجة تديني درجة واحدة بس من وبالتالي قال لك ان وبالتالي خلاص مش هنيعتبرها ان هي بتدي حياة خالص وبالتالي ايه? تيرد دي جري اوف ريدوم. اللي هي مين طبعا? دري كسبها في الكلام عشان موضع اسائلة. ندخل بعد كده على الاتلانتو جلجوينت الاتلانتو قال لك انها ما بين السي وان والسي تو قال لك انه بيعمل لي يعني بيتحرك لي في محورين ايه هم المحورين دول؟ قال لك تعال انشوف. قال لك ادي الاطلس. جيب معها? تعال ب卡 نشوف اللي هي الحصل ما بينهم علشان يتحركوا. قال لك هم اساسهم طبعا الترانسفيرس ليجا منت هنا. عشان بس ايه بس نوضح الموضوع. ادي الترانسفيرس ليجا منت من هنا. بيبدأ ان هو ايه يعمل لي الارولوج ايه يعمل لي يمين وشمال. فبالتالي ايه ده اول واضحة جدا وصريحة جدا. اللي هي ايه قال لك بعد كده ايه تاني? قال لك تعال لك كده بص معي. قال لك بيبقى في حاجة كده اسمها للموفمنت بتاعتها. ايه ده? قال لك اللي انا اطلنت واجزيا الجوينت. بيبقى فيه موفمنت معينة اللي هي اللاترالغوتيشن. يعني هنا هي بتعمل فليكشن قال لك اول هي بيبقى تساهم في الفليكشن معك. قال لك تعال اهو بص الترانسفيرس ليجا منت قال لك ان هو بيساعدني في الفليكشن شوية. ان هو اصلا كل اللي هيعمله في الفليكشن وهيزحلقها لقدام. مش اكتر من كده. بيحصل له تنشن عالي جدا. لو انت عملت لاترالبندينج مين او شمال. وبالتالي قال لك ان هي حاجة اسمها ما ما بيبقىش فيه اللي هي مين طبعا اكتب في ايها كده? ان التالتة اللي مش موجودة هي تمام? اللي هي طبعا انت عندك بالنسبة للروتيشن وما فيش هنا بالنسبة للاترالبندينج. قال لك له طبع كان هي مسؤولة عن خمسين في المية من او التوتال اه في بالنسبة ليه موسؤولة على خمسين في المية من وبالتالي بقى الفقرات كلهم اللي هما مين اللي هما من لحد المعهما بقى لiformis هما بقى اللي هيعملوiza خمسين في المية التانية. يعني لايسوا ان او واحدهم عملو نص كلهم وبقائيين كملوه وبعدهم قال لك ده بالنسبة ل ده بتاعنا. قال لك بعد كده آآ بتبقى عبارة عن واللاترال قال لك بتبقى او جزبا قال لك عشان كده بنبدأ ان احنا نعملها ايه عشان كابل نقولي ان هي قال لك بعد كده تعالى نشوف في عندي داخليين دي. قال لك ايه هم دول? قال لك عندك جوينت وايه? قال لك اللي هو عبارة عن ايه? اللي هو الدينس. قال لك هاو كده بعمل اه بعمل لو خدت بالك من هنا هتلاقي ان في فست اصلا معمول هنا داخل لجوه. عايزو تشوفه اكتر. قال لك تعال خليك تشوف. بص هنا ده اسمه ايه? اسمه يعني ده بتاع الدنس اللي هيعمل وده هنا مكان الجوينت بتاعنا. وبالتالي قال لك ايه? قال لك الدنس. اه طبعا زي ما قلنا ماسك في العمود. وبالتالي ماسك في العمود يمين وشمال تقدر انت تعمل يمين وشمال للاطلس. تمام? نعمل للاطلس. قال لك بعد كده اللي قلنا عليه قبل كده في في الميكانيكس او الكنسولوجي وانا حسب من الخط انه بيبقى قال لك بعد كده ذه ميديل اه ده ميديل جوينت فورمت باي دينس. اني هالا بيعصلي بالدينس اللي هي الدينس بتاعت الاجس اللي قلنا عليها دي الدينس بتاعت الاجس وبتحصل بحية تانية برضو اللي هي ايه? طبعا هي برزة جدا. آآ 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 طبعا يبقى عامل زي يعني فهو يعني ده مش 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 اسمي مثلا. لا ده اللفظ مصطلحي كده. تعبير يعني مجازي ان هو ده الاوسيوس ليجامينت آآ 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 العظمية تمام يعني حلقة من الليجامينت العظمية مش ده عضن وده ليجامينت ودي حلقة كده زي النص حلقة او حلقة مكتملة قال لك بهاي عبارة عن ايه? بهاي عبارة عن اوسيوس ليجامينت رينك كأنها حلقة من الليجامينتات العظمية. فبيقول لك create by anterior arch of the atlas and transverse ليجامينت فعلك ان هي بوسطة مين? قدت transverse ليجامينت وادي الانتيريور ارش ودي الدنس موسطة التلاتة دول بنبدأ ان احنا نعمل الجوينت لولميديا الجوينت. قال لك بعد كده بيرز وفلتغة لابوفيزية الجوينت اللي هو الابوفيزية اللي بنقولنا عليه اللتغة اليمين ويشمال قال لك ابوفيزية الجوينت آآ 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 بيقول لك آآ آآ بيقول لك آآ ان هو بيبقى فيه الناحية التانية اصلا. قال لك ان هو مركز ده بالنسبة لللي فاتت يعني تمام? بعد كده قال لك تعالوا شوف بقى اللتغة الابوفيزية الجوينت بيعمل ايه? قال لك ايه? قال لك بتاع الاطلس. بص كده بتاع الاطلس. هدي اهو. بتاع الاطلس. اهو. والسوبيريور بتاع مين? اللي هو لعدت المنفوه بتاعت. دي كده الفكرة بالابوفيزية الجوينت قال لك. قال لك. طبعا نهو قلنا نهو فيكم كيف شوية وفيكم شوية خلاص سيبك من الموضوع ده كله واعتبرهم كلهم ايه? تمام? هدي قال لك ان هو بيبقى طبعا ايه? ان هو اكتر البلين يعني وقريب اكتر له علشان ايه طيب علشان نوع اكتر من خمسة اوربين قال لك اه اكتر شوية من خمسة وأربعين. لكن نوع المتوسط كلهم بالنسبة لهم اه كخمسة اربعين ستة اربعين. قال لك لك ده اريضينا اكتر علشان يقدر Learn how itesasla contaja الحيطة 号 وتزحلق. هتقول لك انا ذح manifold. هتقوللك عن ارض. بلفة على الارض هتقول لي اه سهلة جدا. ليه? ان ده ويتادر ان انت تلف عواليه. تمام? هي دي الفكرة في الموضوع. قال لك دي ماكسيمايز اه اه اجزيا يعني مصمم اصلا لابو في زي الجوينت ده علشان يعني ان هو بتاعته ان هي تديني اه عالي جدا والتالي تعمل ليه علياء جدا. قال لك بيبقى ايه? وبين بتاع البادي بيبقى موجود يعني بيكون عندنا ايه? بيكون عندنا اه يعني حيا من فوق وحيا من تحت لهم من فوقه من تحت وعندنا ايه موجود ما بينهم في النص. طبعا ازاي جبوا في زي الجوينت ازاي جبوا في زي الجوينت ده عبر عن اللي هو والليفت تمام? اللي هو على وعلى زي ما نشايفين هنا قال لك ايه هو قال لك ان في بعض العضلات بتعمل لي شوية حركات. قال لك والله ان ده فيه آآ بيبدأ انهم يعملوا العضلات مثلا زي والده طبعا بيعملوا قال لك بعد كده تعال نشوف العضلات بتعمل دول اكتر شوية. قال لك عندك السيرفيسيز وال السيرفيسيز وال والترابيزيز. قال لك دول بيعملوا قال لك بعد كيف شوية بيعملوا مع بعض لهم الاستيرنو كليدو مستويد اغتصارها ممكن نقول لها هنا وممكن نقول لها هنا برضو. اي قال لك وعندي برضو وعندي طبعا هتقول لي ايه الحل بتاعهم. هقول لك في عضلات هتلاقيه بتعمل اكتر من موشن. حاول تحفظهم مع بعض كعضلة مثلا عضلة كزا بتعمل كزا وكزا. عضلة كزا بتعمل كزا وكزا. بس الموضوع يبقى بالنسبة لك كتير. فالافضل يعني كحل وسط كده ان انت تعمل ايه انت تعمل اه. تقول العضلات بتاعته. والحكزا. ده الافضل بسراحة. قال لك بعد كده والله تعالنشوف الاستي اوكاينماتيك. قال لك الاستي اوكاينماتطيك اللي هي الحركة اللي بناangan نشوف فيها حركة العزام فقاللك الحركة اللي بتحصل في العزام هنا او الحركة اللي بتحصل واللطق والروتايشن. قال لك بعد كده في حاجتي مهمين جدا معي. ال lose back the position اكتب فوق ال lose دي على طول open back the position هي هي فقال لك يعني ايه? قال لك وبonzSA قال لك um back the position معناها بتحصل في المادوي betweenaflection and extension. يعني ايه? هنعوف دلوقتي. قال لك والله Dy upon b Colon هي وضعية. وbyبقى فيها L frequently covered join'd وبقى najقي ستي يعني الجم st اس لكند. فلك ستي او سيكند معنا انه 생لي والجوينت مفتوح وعادي جدا واخد بالك وما فيوش اي كومبرشن ولا تنشن ولا اي اي ضغط علي هو الجوينت او الجوينت بتكون بري جدا وبالتالي ممكن ان احنا ايه بتكون بري جدا طبعا وابنبدأ ان احنا نحركها بكل ايه سلاسة وبكل اريحية قال لك لكن دي بتبقى عبارة عن ايه طبعا بقى لك بتحصل في ال قال لك دي تبقى عبارة عن الجوينت كلوزد وبيقى فيه تايتنس في الليجاملت والجوينت تبقى مقفول وفيه كومبرشن العلي جدا تمام فقال لك يعني يعني حي واسط كده ولا انت عامل فليكشن قوي ولا انت عامل اكستنشر قوي تمام يعني في الوضعية النيوترل بتبقى انت كده ايه يعتبر لو انت عملت فليكشن شوية كده لقدام درجتين تلاتة هتبقى في الوضعية النيوترال الطبيعية جدا هتلاقي نفسك في يعني الوضعية الطبيعية للانسان اللي هم بين ده الطبيعيا بتاعك اصل't combines فبالتالي انت في وضعية على طول وبالتالي قال لك لو انت عملت فانت كده هتبدأ ان انت تعمل ان انت تقلل البرتبرال كنال تمام? وقال لك بعد كده ايه تعالى مسلا نهرك الموضوع ده دلوقتي قبل ما ايه نعدي النقطة دي. قال لك تعال نشوف مسلا حركة معينة زي اللي ايه نجيب العضلات كلها. ونعمل حركة معينة ونشوف اللي يحصل لو انا مسلا عملت ايه? عملت تمام? قال لك تعال كده نعمل ايه? تعال كده نقطع. الهد من فوق علشان بس تفهم لقدت اللي لازم تشوفها كعملي. قال لك بص كده اللي بيحصل هنا. تعال كده وبص معين. قال لك شايف كده انا فورائية ايه كده فورائية قال لك اللي جا من تلاكستي وكل الموضوع تمام. قال لك انا عملت دلوقتي ايه? قال لك اللي حصل. بلقيت ان انا قلل الفيرتبرال اللي طبعا الفيرتبرال الكمال اللي من هنا بدأت ان انا قللها في وضعية وبالتالي هنا حصل ايه? حصل في كل اللي جا منت اللي معايا. اللي جا منت هنا حصل فيها اللي جا منت اللي مسكة هنا. وطبعا كل اللي جا منت بدأ يحصلها والجوينت بدأ انه يقفل زي ما انت شايف كده كل جوينتات بدأت ان هي تقفل. طب لو انا عملت ايه بزيادة بص كده فليكشن. قال لك الفليكشن هيكون وضعية كويسة علشان بس انا ما نيجيش يروح بعدين انت بفهمها. الفليكشن وضعية كويسة علشان تبدأ ان انت توسع الفيرتبرال فورامين يعني بص كده بص بيتوسع ازاي الفيرتبرال فورامين عكس تماما لما كان بدي بص كده في الاكستنشن. جا نشوف ها تاني هي. بص بدي ازاي كان يتوسع في البداية. يجيبها كده مسلا كان يتوسع هنا في البداية في الفليكشن هيوسعها خالص بعد كده بدأت ان هي حصل لها ايه? بدأت ان هي ويحصل لها نروينج. تمام? دي الاقتة اللي احنا عايزين بس نوضحها دلوقتي. تمام? فاني كامل بعد كده بيقول لك قد دي بتحصل في الاكستنشن دي بتحصل في في الميدوي بتوين والاكستنشن. قال لك بعد كده في حاسم يعني الحركات اللي بتحصل. قال لك والروتيشن آآ وقال لك ان هو بيقى لكن ملهاش معنى يعني ان هو بيقى الاتنين يعني بمحددين للحركة يعني. وقال لك برضو بيحصل لي ايه رئيس تمام? قال لك بعد كده طبعا دي الصورة اللي بتوضح لي بتاع اه طلب منفصل اللي تكلمنا عليهم والتوتل بتاعهم. قال لك يعتدر ان هما تهلين لحد كبير قال لك ان اه الا الاتلان تو اكسبتل بيعمل لي خمسةoricشن للعشر اكستنشن بتوتل خمستاشر يعني آآünk اشرة ب obed Sadlux conheclaёаров المدوء في السجدة ايل في قال لك والله الاطلانتو namesil بيعمل زي بالزبط. من خمسة لعشرة مي توتل خمستاشر في السجدة البلين. قال لك والله تعالك ينزل قال لك وقال لهم بقي الفقرات من لحد سي سيفن قال لك لاربعين درجة من وبيعملوا ايه خمسة وخمسين لستين درجة من ركز على اللي هو المهم لان ايه مش مهم معنا قوي في الموضوع ده. لكن هتحفظهم هم الاتنين في الحال تاني يعني تمام? قال لك والله تعالى نشوف التوتل قال لك التوتل كايه كسجد البلين من تسعين لمية في المية تمام? او من تسعين لمية يعني لا بالنسبة للسجد البلين كايه كتوتل حركة. قال لك لو جينا جمعنا الخمسة مع الخمسة مع الخمسة واربعين من خمسة وثلاثين للاربعين. قال لك هيديني في عشرة تمام? عشرة دفتها هنا على خمسة وثلاثين بقت خمسة وربعين والعشرة دفتها على اربعين بقيت ايه? بقيت خمسين وبالتالي كده في التوتل كله على بعضه بيعمل لي زاوية خمسين درجة من خمسة واربعين لخمسين والاكستنشن بيعمل لي ايه اجمع كله على بعضه عشرة عشرين وعشرين طبعا وخمسة وخمسين يبقى خمسة وسبعين وعشرين وستين بيبقى تمانين يبقى ده كده التوتل في الاكستنشن قال لك التوتل كله على بعضه كفليكشن واكستنشن مية وعشرين لمية وتلاتين درجة تبدأ تحركهم يعني لو انت عملت فولي اكستنشن ورحت عملت فول فليكشن المفوض ان غنج بتاعك يطلع لك من المية وعشرين للمية وثلاثين قل لك تعبا نشوف الاجزة الروتيشن قلنا ان هي نجليكتابول او ان هي مش موجودة قلنا ان هي بدرجاته الايلي جدا طبعا في الاطلانتو اوكسبتل لان طبعا قلنا ان تكتوريا اللي جمين تمسكه وبالتالي فيه حاجات كتيرة مسكاة وعيقة الحركة وبالتالي كل ده قد النواء ايه لا ده مفيه مش روتيشن خالص بالنسبة لي الهيد لا حقم بالنسبة الاوكسبتل على الاطلس فبالتالي هي نجليكتابول ما فيهاش اي زاوية ما فيهاش ايا حركة والتالي هي الزاوية الصفرة يعني ممكن تقول صفر قالك بعد كنت كان الهاتلاتو اجزيل قالك الزاوية من خمسة وتلاتين لخمسة من pentru a40 بتعمليه اغلب الحركة اصلا من خمسين في المية وبالتالي لو جيت فيrichtو بالنزلت على الاخزيل هتلاقي ان هي بتعمل اغلى اصلا من الاطانتو اجزيل والتالي تعمل حمسين في المية خمسين في المية. مش بالزبط لكن انا الاغلبية كده خمسين خمسين. قال لك بعد كان ايه? قال لك ايه? اجمع لي دول مع دول. خمسة وتلاتين مع تلاتين خمسة وستين. واربعين مع الخمسة وتلاتين خمسة وسبعين. وقع بعد كده على بيقول لك بيحصل في الايه في بتاعه يعني. قال لك ان هو بيحصل خمس درجات في وبيقال طبعا زي ما قلنا في بسبب طبعا زي ما قلنا ان هو ماسك الدنز في والتالي ابدا ان هو يعمل لي ايه? ابدا ان هو يعمل لي هيعمل بسيط جدا زي ما عنا شفنا هنا لكن مش هيعمل خالص تمام? زي ما قلنا الزاوية الصفرية طبعا. قال لك بعد كده من سي تول حد سي سيفن بيعملوه تلاتين لخمسة وتلاتين درجة وهم اللي بيعملوا الاساس كله في علشان هما بتبعها كده اسمها ان هي حركة راكمية. انها مسلا بيحصل خمس درجات ما بين سي 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 بيحصل خمسة كمان ما بين السي سري والسي فور وهكذا نجمعهم كلهم على بعض. قال لك يطلعوا كام على بعض ستة ستة. ستة في خمسة مسلا فكان بتلاتين. واخد بالك فهي ستة فعلا ستة فقرات حركوا على بعض وكل واحدة خمس درجات مسلا يدوني في الاخر تلاتين لخمسة وتلاتين درجة. قال لك يبقى التوتل تجمع الخمسة مع التلاتين لخمسة وتلاتين يبقى خمسة على التلاتين خمسة وتلاتين وخمسة على خمسة وتلاتين يديني اربعين. ودلوقتي خلاص وصلنا لجهزة الاخير في المحاضرة اللي هو الساجة البيلين كايناماتيكس ونشوف بتاعتنا في الساجة البيلين بعد كده الرغزونة البيلين بعد كده الفورنة البيلين نكمل دلوقتي بتاعت الاسباين ونشوف والله الساجة البيلين دلوقتي قال لك والله الساجة البيلين يبدأ في البداية كده يقال لك فطبعا تسجد البلين هو كله فتعال نشوف قال لك اه من مئة وعشرين لمئة وثلاثين درجة من بتبدأ نهاية تحصل لي. فمئة وعشرين درجة يعني من يعني هما يتنموا على بعض. من بداية لحد نهاية قال لك كلهم على بعض. ده تعال نفصل لهم. قال لك والله تعال كده بص ده فيه خمسة وسبعين لخمسة وتمانين درجة بتحصل في يعني بيحصل في خمسة وسبعين لتمانين درجة من. طبعا بيكون خمسين. زي ما مكتوب هنا بيكون يعني الرقم اللي هناخد عليه خمسين. والنرقم اللي هناخد عليه كم تمانين. تمام? فقال لك والله ما لهم دول. قال لك والله ده في حاجة تانية كده اسمها يعني الوضع الطبيعي. قال لك بيبقى فيه اللي هو طبعا اللي بقى موجود في اللمبر او موجود معلش في هنا في المرحلة دي. اه في اللي قال لك من تلاتين لخمسة وتلاتين درجة. وبالتالي ده يعني بيقول لك ان هو معلومة كده خليها احتفظ بها يعني ان في حاجة اسمها بيبقى موجود ايه من من بره الزاوية دول يعني يقول لك ان انت عامل عامل اصلا موضعية في الوضعية الطبيعية في بتاعك انت عامل تلاتين درجة. اه لان في حاجة اسمها موجود في تمام? ده كده المعلومة اللي احنا كنا عايزين نقولها. في معلومة تانية ان هي مش بيتأثر على يعني مسلا ما اقولش ان انا هطرح من التمانين درجة بتاعت الخمسة وتلاتين دول. وكده مسلا بتاعي يبقى الباقي بتاع الطرح ده. لا قال لك ان هو في الوضعية الطبيعية. تبقى انت اصلا عامل خمسة وتلاتين. بعد خمسة وتلاتين اللي في الوضعية طبيعية. قال لك بتبدأ انت ممكن تجيب تمانين درجة في ايه? في دي الفكرة في الموضوع. قال لك بعد كده في ايه? قال لك بعد كده آآ ممكن انت تعمل الاحاء كده اسمها ازاي? قال لك اسم تمانين على الخمسة يقطار لك واحد ستة من عشرة اي تقريبا واحد ونص لواحد. دي الفكرة في الموضوع. تمام?어가 دعا كان خشت على اللي بعده. قال لك عشرين لخمسة وعشرين في المية اه 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 اطلانتو اكسيبيتل. طبعا بيبدو ان هو يعمل لي شوية من طبعا. قال لك يبقى قال لك مش بتاعت السجد البلين كله على بعض. كان مية وعشرين قال لك ايوة. طب خلاص مش دي هنا خمسة خمسة عشرة عشرة ودينا زيها بالزبط. يعني ده الخمسة والعشرة على بعض خمستاشر. ودي خمسة وعشر على بعض برضو خمستاشر. فلو يتجامعة الخمسة وخمستاشر تلاتين. اضربهم في مية واسمهم على المية وعشرين اللي هي التوتل كلها بتاعت الحركة. هيطلع لك خمسة وعشرين في المية. اللي هو فعلا بيساهموا بربع الحركة بتاعت الايه? التوتل آآ ساجتل تمام? تمام. قال لك بعد كده الباقي بيحصل بوسطة مين? بوسطة بتاع السي سيفن. يعني الباقي اللي هون طبعا ايه اللي هم بيعملوا الباقي بتاع هما سي سيفن. اللي هما طبعا آآ سير فايكل. فقال لك بعد كده ايه? قال لك آآ يعني المحور الدوراني. خلي بالك من كلمة دي. يعني هما بيلفوا حوالين انهي. قال لك انه ايه? تمام? ممكن تشيل وتكتب ممكن تشيل وتكتب ايه? ممكن تشيل وتكتب هي هكده هنا. علشان تبدأ ان انت ايه تربطهم ببعض. قال لك بعد كده اه تري اه تري اه جوينت اه طبعا ان الكلام ده كله في يعني اللي هو ده يعني موجود في تلات جوينتات. ايه التلات جوينتات دول? قال لك اول واحد فيهم لما مين يعني يعني فيها وقال لك بعد كده ايه الدنس في مين بقى الدنس في ده تاني واحد بعد كده قال لك ايه بتاعت الانترف اغطيب غالودي بتاعت تمام? يعني دي تلات جوينتات قد الاول ادي التاني دي التالت ده بالنسبة ليه تمام? ممكن نقول كده من هنا عشان ما بناخد قال لك الله ايه من هنا بتحصل في قال لك والله والدنس هنا بتحصل في الاطلنتو اجزي الوي البادي بيحصل في سي سيفن تمام? قال لك بعد كده اخلي بالك ما او اللي هو بتاعها قال لك تمام? بيبقى نوايك بقى كبير تمام? ان ايه بقى فنشيل كده كل الكلام ده قال لك ان هو او الكنال كل اللي اللي ناخده على بعض الكنال بتبقى لغشي استفين? تبقى لغشي استفيل زي ما شفنا من شوية سيبني ان هي في زي ما شفنا في الحركة هنا مسلا زي ما شفنا هنا ايه? عادي هيتواسعه زي الفل قال لك دخل بعد كده ايه عمل بدأ ان هو ايه يضيق? هو ويحصل العكس بالزبط لو جيت كده ايه شيلت من هنا عادي التنبرال شلناه وجيت بصيت على هتلاقي ان الفلكشن زود ايه زود الفورامين. طب بص الوضع الطبيعي كان عامل ازاي? يعني لو حابب تقارنهم ببعض مسلا ولسه مش مقتنع. ادي والله ايه قال لك احنا في الوضعية الطبيعية هنا بص بالعافية ووصلين لكام ووصلين للسي سيفن. طب لو عمل وفوض ان هي هتزيد يعني المساحة هتزيد. قال لك بص كده انا هوصل لكام. بص ممكن انزل لحد فين? لو عملت فليكشن. لو عملت فليكشن كده انا بزود قطرة بتاع الفورامين. وبالتالي بريح الكورد اكتر. وبالتالي بقدر ان ايه زي ما شايفين هنا اوصل الاشارة او اوصل مسافة كبيرة جدا يبقى في ايه? يبقى في او اتساع او زي ما هو مكتوب هنا ايه? ان هو في اه بدأ ان هو يزيد بتاع ايه? الكنال. فقال لك برضو بيبقى تمام? بيبقى قلحة في زي ما نشايفين من شوية. قال لك بسبب السبب ده. دي اه مشكلة كده. بتبدأ النية تيجي بيقول لك ان هو بيبقى في الفيرتبرا الكنال. يبقى عنده ديه في الفيرتبرا الكنال. وبالتالي بيقول لك اه بي مور يعني بيعرض اكتر دي على الاصابات بتاعت الايه? الاسباينال كورد او الحبل الشوكي. طبعا قلنا ان هو فليكشن كويس جدا. الاكستنشن بقى هو المشكلة كلها تمام? اه لو عمل في اي وضعية غلط ممكن ان هو حرفيا يؤدي الاصابة بنفسه في ويعمل قال لك طبعا اكتيفتيز لو عمل اي زيادة يعني. قال لك بعد كده في حقيقة كده اسمها اه 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 اف اه 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 يعني اه اه اللي هي اعتلال حبل الشوكي بمعنى صح او ممكن يبيع لو عملتك كده طبعا حركات كتيرة اه اه ده غلب جدا بالنسبة لك ان انت هتضغط على العصاب وهتضغط على الحبل الشوكي وهتضغط ممكن اصلا اه يبدأ ان هو ايه يطقطع اصلا من كترة الانشطة الغلط اللي انت بتعملها. قال لك بعد كده تعالى فيها هيسمها برضو ايه يعني فيها عجز عصبي بالتالي انت عملت اه وبالتالي هيبقى في عجز عصبي انه مش هيغف يوصل الاشارة بشكل كويس وبالتالي انت كده عملتله خلل وممكن انت فياخل تسبب ايه انجري. يعني كده نكمل الارث روكاينماتيكس بعد ما اخدنا الاستيو كاينماتيكس ده ناخد الايه الارث روكاينماتيكس. فالارث روكاينماتيكس اللي هم ايه قال لك والله ده عندك حيث اسمها يعني ايه اول حياة كده ايه يعني ايه يعني ايه ده نشوف صورة ليه مسلا هنا ادي اهو قال لك اللي هو الكرسي اللي بتبدأ ان انت ايه تقعد عليه كده وتقعد زي ما بتقول كده بتتمرجح به وراء وقدام كده ده اسمه تمام? فلازم انت تشوف الشكل الكرسي كده وتحفظ الشكل ده كويس عشان تبدأ ان انت تتخيله لما يجي لك السؤال في الامتحان ويقول لك يعني ايه اديك عرفت يعني ايه بسبب الصورة دي تمام? يقول لك والله عاملة زي عشان هي قال لك والله بدام احفظ مسلا حرف الاكس خدها يعني لو مش عايز توحد بمسال عايز تاخدها مسلا عشان كالقاعدة عامة يعني والله لو لو لقيت الكم فيكس هتلاقي ان فيها اخيرها حرف الاكس تمام? الكون فيكس بتكون الكلمة الاولى لو فيها حرف الاكس يبقى الف نفس الاتجاه. والجريد في عكس الاتجاه. تمام والله الكلمة الاولى ما كانش فيها حرف الاكس اللي هي كان يبقى كده الرول والجريده يبقى في نفس الاتجاه بتاعة الايه بتاع الموشان. تمام? كده قلنا المسال بتاع ايه? فبعد كده بيقول لك ايه بيبقى بيبدأ ان هو يعمل آآ بيقول لي ايه حصل ايه امتى يحصل قال لي لما اعمل لما ارجع الهد الورق قال لي بعد كده يحصل لو انا عملت ايه? لو انا عملت تمام? لو اعملت حركها القدام يحصل ايه بتاعي? تمام? دي ما قلنا الاكسابت بيبقى وده هناك بيبقى وبالتالي ايه بيحصل ان هو او 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 طب واحد ممكن يقول ده وانا يقول ليه بنعمل اوصر دي بنعمل فقال لك والله لشان نبدأ ان احنا نزود ليه? لان احنا لو ما عملناش دي كلها اللي قلنا عليها دي فبالتالي كل ده هيبدأ ان هو يديني في الحركة لكن والسلايد والكلام ده كله يبدأ ان هو يزود لي قال لك بعد كده ايه بنعمل قال لك الكون دايل بيعمل سلايد يعني لو قلنا مسلا ان الرو اللي هنا عمل هيبقى يعمل ايه دلوقتي ونشوف الكلام اللي فيه قال لك الكلام اللي فيه ايه قال لك ان هو بيبقى عبارة عن ايه اطلس يعني الاطلس تبقى عاملة زي الحلقة قال لك بتعمل ايه بقى بتعمل يعني تلت بتبدأ نتحرك لقدام يعني تلت برضو يعني هتشوفها دلوقتي في الرسمة دلوقتي اهي التلت دي ده قال لك رول وجلايد تمام رول مسلا بيعمل في نفس اتجاه جلايد في اكس الاتجاه وقال لك والله ده بص ادي مسلا الاطلس والاكزيس قد لأطلنط واكزير قال لك بيعمل حرك اسمها ايه تلت ليه بيعمل تلت ليه ما بيعملش مسلا كونكيف بقى وبيعمل وستحنا قلنا ان هو اغلب فلات فالفلات لما بتحرك على فلات بيحصل ايه بيحصل تلت لما انت مسلا بتحرك واحد عنده فلات فوت يحرك رجله على الارض بيحصل ايه هل رجله بتتزحلع على الارض ولا بتتلوى على الارض لا بيحصل تلت اللي ايه لرجله على الارض ده نفس الموضوع بالزبط فلات على فلات بنحرك سجافسين فلات على بعد بيحصل لايه تلت موفمت فبالتالي قال لك ان هي بيعمل تلت فورورد يعني التلت في نفس الاتجاه كأنها رول بالزبط يعني لكن بدل ما غيرنا المسميات بدل الرول اللي سميناها ايه سميناها تلت قال لك ده اتحيا معنا. قال لك الول انتر اه سيرفيكل سي تو و سي سيفن قال لك في اغتبرة اه 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 يعني ده كله بيحصل على مستوى مين? على مستوى الابو فيزيال جوينت. فالفكرة كلها زي ما قلنا في الرسمة اللي غسلناها من شوية. قال لك بعد كده ايه? قال لك ان اه تمام. ده كده بالنسبة لي الانتر سيرفيكل اه الانتر سيرفيكل قال لك بعد كده اللي بيحصل قال لك الانتر سيرفيكل لاند بوستيريولي نخلي بلنا كمع من كلمة دي لازم نرسم الرسمة بتاعتنا كلها على بعض. تمام? قال لك ايه بقى اللي بيحصل? تعال كنا نقرأ الكلام. قال لك الانفيريور فاسد سوفيريور فيرتبرا. بيحصل له ايه بقى? قال لك سلايد انفيريور لي. احنا هنعمل ايه? كل اللي هنعمله احنا رسمنا الرسمة في الامتحان. فقال لي بيحصل قال لك الانفيريور ارتكولر فاسد. اوف سوفيريور فيرتبرا قال لك بينزل لتحت. تمام? بتحرك انفيريور. يعني انفيريور شباب? ادي الانفيريور بيتحرك لتحت. طيب لما ده يتحرك لتحت هيعمل ايه? هيبدأ انه يتزحلق على الزحلقة اللي معمولة له هنا دي. وبالتالي هيحصل له ايه? هيحصل له سلايد بوستيريور. تمام? مش ده قلنا انه وده هنا. فده هنا تحرك ايه? تحرك بوستيريور وتحرك انفيريور. يبقى كده تحرك الاتنين اللي قلنا عليهم. انفيريور وبوستيريور. خلي بلنا لك ايه اند بوستيريور. لهيدي الفكرة في الموضوع. قال لك مش عارف تمام? يعني ده بالنسبة لي بتاع ده بالنسبة له تحرك ايه تحرك بوستيريور يليه من فوق ده. اتحرك بالنسبة له ايه وتحرك بوستيريور وكمان تحرك ايه انفيريور. قال لك بعد كده افستين ديجري او في سجدة اه كلمة نحية مهمة جدا دي هنا. قال لك تركز ان ايه فيها درجات والايلة جدا بتحصل ما بين جوينتين معينين. ايه هم الجوينتين دول? قلق خمسطاشر درجة ما بين والسي سري. وقال لك خمسطاشر درجة برضو ما بين الايه والتي وان. فقال لك خمسطاشر درجة عن ايه يعني دلالة عن نحية دي مش تحفظها لا دلالة عن هي يعني حركة صغيرة جدا تاخدها بالدلالة. بيحصل بسيط جدا من الحركة بالنسبة ليه. قال لك يبقى على عكس بالزرط بعد كده. قال لك اللي هي طبعا قال لك من سي فور و سي فايف. يعمل سي فايف والسي سي سيكس. قال لك من سي فور لسي حد سي 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 بيحصل عالي جدا من وبالتالي ايه بدا ان احنا نعمل تمام? يعني سبونديلوزز قال لك ان هما الفقرات من كتر الحركة بتاعتهم الكبيرة جدا لهم سي فور و سي فايف والسي سي كل الكلام ده متحرك على بعض. قال لك هيتدوني رينج عالي جدا من الحركة في السجد البلين. وبالتالي هيتحركوا على بعض كتير ده لان رينج مش همي بتاعهم كبير. قال لك فالنتيجة اللي هتنتاج لي عن كده. عدا الانتغفر تبغى اللي ما بينهم ان هو يتأكل ويزرق في الحجم وبالتالي هيحصل ايه? ان هو في سن مبكر في سن الشباب. هلقي ان الشخص ده ايه ده والله ده من كتر الحركة اللي بيعملها. اللي بيعملها اه اه بدأ ان هو يعمل لي ايه اه بدأ ان هو يعمل لي فراك شر وبدا ان هو يعمل لي كسور ومشاكل كبيرة جدا بسبب ال ايه الحركات اللي بيعملها في السجد البلين بسبب ان هو بيعمل لي ايه تآكل في المفصل الغضرافية ويتáchالي ايه البادي هيبدأ ان هو يخبط في البادي ويبدأ ان هو ايه يحتك به وبالتالي هيبدأ ان هو يسبب لي امراض ويممكن في الآخر وزعزحة الفقرات. دي طبعا صورة. له كنهم طبعا اللي هما كل هم زي ما قلنا عليهم قال لك والله كل هم بيعملوا ايه في نفس الاتجاه. خلي بالنا هنا من المصطلحات هنا كان فيه هنا كان فيه تلت وهنا كان فيه بس. ده هنا طبعا بنعاكس كله زي ما عارفين. قال لك بقى ايه تمام? انت دلوقتي عرفت ايه اللي بيحصل في وحفظته خالص. ان والله ده مسلا كان بيحصل من بينهم حركة ولايلا جدا? والسي سيفين والتي كان برضو حركة ولايلا. دي ج housed دلوقتي نشوف ايه الحركة الكبيرة اللي كان بيت حصل ما بين اله الكهبلة third world. BSHCY what happens? تبرا الكنال يعني. قال لك الان oblivional played of sistemas. ق 무�ير كان نشف الاول تأثير على الفسد بعد ان نشوف التأثير على Blessed be made of our � points. باسر على زيزة. قال لك اللي انت اللي ينفي الـителical position. قال لك في النطبعية الطبيعية ان هو في نيوترال بوسيشن. اللك بتاع نشوف الاول تأسير على الفاسد بعد ان نشوف التأسير على الانتر في التابير الفورامل بؤثر على ازاي. اللك اللي انت الان في نيوترال بوسيشن. قالك في الوضعية الطبعية الفاسد سيرفس. بابب الفيزيه الجون. is fully كونتاكت. يعني دي الوضعية الطبعية. ولا في فليكشن ولا قرق. انت عارف في الوضعية الطبعية دي. انت عامل ايه كده? الكونتكت ما بينهم او التلاصق من بينهم عالي جدا. في التالي بيقول لك ايه انت لما بتيجي تعمل ايه يعني لما تيجي تعمل او تعمل عمتا فبالتالي هتحرك ايه هتحرك سوفيريور هتحرك ده اللي هو بتاع الفقرة اللي هي الاباض فبالتالي لما انت عملت كده قللت ما بينهم هنا في قد تفاضية ما فيهاش وهنا في قد تفاضية برضه ما فيهاش تمام ايه 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 يعني لما انت تيجي تعمل ايه الماكسيمان فليكشن هتلاني الانفيريور ارتكولار فاست بتاع السيسري بل انه يتحرك فين بقى ابوورد اللي هو يعني وفوروورد اللي هو ايه وفوروورد اللي هو انتيريور بلت يتحرك قدام وفوق وبالتالي بعد كده بيقول لك this opening up of the joint increasing the size of فتربطها على طول ان او فيزياء الجوينت دايما لازم تربطه على طول كده بالانكريز size of الانتر فيتبرا الفورمن او الانتر فيتبرا الكنال قال لك بروفايد جريتر روم فور باسنج ده ليه ليه اللي قولنا الاسي فور مش السي سري مسلا لان احنا بناخد الانتر فيتبرا الديسك على الفيرتبرا بلو فاحنا دلوقتي طبعا ما بين السي سري والسي فور فبالتالي ده هنسمي ايه ده ما بين السي سري والسي فور نخضع الفيرتبرا بلو يبقى اللي هي ما بين السي سري وما بين السري فور كنيرز لمن سين ده هنسميه السي فور نيرز ده فيه طبعا حركة مهمة جدا اللي هي الكلام اللي عليها طبعا مش مهم لكن المهم انت تعرف حاجتين بس انه والله في بيحصل لي اه في في وفي 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 بيبدأ ان انت تعمل اي وتنزل تحت زي ما تشايف بتنزل تحت بالتالي لما تيجي تنزل تحت يحصل لك في في الابر سيرفيكل وايكستنشن في في الميدل واللور سيرفيكل وبالتالي انت بتعكسهم هنا فليكشن اكستنشن هنا اكستنشن فليكشن شوف دلوقتي بقى له رجنته ونبدأ نشوف بقى ايه الحركة بتاعت بالكامل شوف الاول بعد كان نبدأ نشوف الارثرو كيناماتيكس ايه طبعا نبدأ نتكلم دلوقتي عن الاكزيال روتيشن قالك ما بين الخمسة وستين والخمسة سبعين درجة تمام لكن ده كل الكرينيو سيرفيكل على بعضه قالك تعال نفصصهم بقى قالك الاطلانتو اكزيال بيعمل ايه قالك بيبقى ايه اللي هو اسمه يعني اه فالترانزفيرس ده بيقولك انه هو العاصر يعني اللي هو عامل زي يعني بيعصر الدنس يعني فبيقولك والله ايه ايه بيبقى حوالين الدنس بيعمل لي من خمسة وتلاتين لاربعين درجة من الاكزيال يعني خمسة وتلاتين لاربعين يمين خمسة وتلاتين لاربعين برضو ناحية ايه الشمال قالك بعد كده الفلات قالك سلايد مين بقى تعال نركز بقى قالك الفاسد بتاع الاطلس ما له بقى تعال نكمل قالك سلايدز اكيرفيت كروسنج زا سو بيريوري ارتكيولار فاسد اوف دا اجزيز تمام يعني دا معنى انه دا بيتحرك على دا طبعا ايه عندنا الانفيريوري ارتكيولار فاسد بتاع الاطلس بيبدأ انه يتزحلق على السو بيريوري ارتكيولار فاسد بتاع الاجزيز تمام فبيقولك والله بعد كده دا كده ايه بالنسبة لي الاطلانتو اجزيال اه فبعد كده قالك لما اخدناش مسلا الاطلانتو سيبتا معنا لان هو ما بيحصلش في روتيشن وبالتالي عملنا له ايه عملنا له صايد كده ونحيناه عن طريق علشان نبدأ ان احنا نشرح الحياة المهمة اه انترا سيرفيكل ان هو من السي تول السي سيفن بيعمل له روتيشن اه بيقولك اه بيقولك ان الانفيريور فاسد سلايدي بوستيريور اند انفيريور اند قالك تعال بص كده هنعمل ايه دلوقتي قالك هنلف ناحية مين ناحية اليمين تمام طب عايزك تبص عن الناحية الشمال اللي هيحصل تمام تعال نشوف قالك ادي مسلا المسال هنا مسلا تعال نشوف اللي هيحصل قالك ده الابوفيزيال تبص اللي بيحصل الحركة بتتم ازاي قالك بص حصل لفوق وبدأ انه يتحرك لفوق مع انه كان فيه كونتكت علي جدا بعد كده كونتكت بدأ يقل لان طبعا تحرك فين ده قالك ده الكنت غلط تحرك فين هيتحرك لورا ولا غير ولا طلع لقدام قالك طلع لقدام بالتالي ايه اللي حصل له هعلا نشوف تحرك انتيريور لي قدام كده وتحرك مين اه سوبيريور لي تمام هيتحرك انتيريور لي كده لقدام وتحرك سوبيريور لي ايه لفوق تمام فبالتالي ايه الحركتين دول مع بعض انتيريور وسوبيريور تمام عند انتيريور لاندي سوبيريور لي وانده ايه بقى انده صيد اوف اوبزت كده بقى ايه عرفنا الموضوع تعال بقى نشوف بقى الابسي لاترال وبناحية التانية ونشوف اللي حصل فيه هتعال نشيل الكلام بقى من هنا عرفنا ده بيتحرك فين ده بيتحرك لفوق ولقدام خب بناحية التانية اللي حصل اللي هي الابسي لاترال قال لك اللي حصل قال لك بص بتزيد 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 قال لك الزاوية بتزيد ما بينهم شوف تاني كده من زاوية اوضح اهو قال لك بتزيد الزاوية بص ازاي بترجع الورا وترجع الوراء اذا تطلع الوادام الاول وترجع الوراء weiteren كالتي اذا الجدمت بترجع الوراء prosod et for the same side انا بالترجع الوراء تمام? لكن ده بالنسبة للتوضيح بتاعها. عايز تعرفها من رسمة رسمة بسيطة خالص يعني تبدأ ان انت تعمل ايه? طيب قال لك والله نحن ممكن نوضح الكلام ده كله عن طريق رسمة. طيب ازاي هعمل رسمة دي? قال لك والله تعمل قال لك تعال مسلا ايه? هنا مسلا. اعمل ده هنا مسلا كده. وبعدها بفترة كده ايه ده رايت? وده مسلا ايه? قال لك وصلهم كده ببعض. وقال لك تعال من تحت اعمل نفس الموضوع. اعمل فاسة جوينت من هنا كده. وصلوا هنا بغضوا بفاسة جوينت عامل كده. ونبدأ نطبع على الكلام ده كله ايه? تأثير الحركة بتاعتنا. قال لك انت عملت بقية ايه? انت عملت مسلا في ناحية مين? عملت في الاتجاه ده. يعني ناحية اليمين. انت وسط ناحية اليمين. وبتلقي ايه اللي هيحصل لما تبص ناحية اليمين? قال لك هتلاقي ده ينزل لتحت. وده هيطلع لفوق. ده هنا ايه? هيطلع لفوق كده. وده ينزل لتحت. تمام? دي كل الفكرة ببساطة. انا مشت كده. وبتلل لفت الناحية دي. وبتلل لما لفت الناحية دي دي بدت ان هي تنزل لي لتحت. فاسة جوينت ده او الفرتبرة بدت تنزل لي لتحت. والفرتبرة دي بدت ان هي تطلع لفين لفوق. تمام? فبالتالي لما دي تطلع للفوق هتحرك الفاسة جوينت ده يتحرك ايه? يتحرك وانتيريور لي. وده هنا يتحرك يتحرك لي من تحت يعني يتحرك الورق ويرجع الورق ويتحرك ليه ويتحرك ليه لتحت تمام? فبالتالي اللي هو في نفس الاتجاه اللي انا رايح له انا رايح له انا عيد دلوقتي بعمل ايه؟ تمام والتالي ده ده اه بالتالي ده ايه؟ والتالي الريت الصيد اللي هو ال 2 يه. حاصل في ايه ؟ قلت لك حصين فيه وبستيريو فيا كده بس معايا. قال لك. قال لك اللي هو الناحية التانية لهذه اللي هاية الناحية نحتي اليمين. قال لك على ايه اللي حصل لها قال لك. طلع له فوق. وطلع له ايه ودخل له قدام. قال يطلع له فوق ودخل له قدام. انتيريور اند سوفيريور. ده كده التوضيح بالطريقتين. دي ممكن تهليها في المتحام بسرعة يعني وطريقة سريعة وسهلة. لكن ايه الطريقة التانية دي اللي بتاعت الفهم هي الاسسية لالفه. قال لك طبعا الرسمة بتاعت. وندخل دلوقتي في اخر حياة معنا قال لك في بتاعت اللي بيحصل فيهم قال لك اول حقيقة كده عندي مين? عندي فقال لك في البداية كده فيه من خمسة وتلاتين لاربعين درجة من ده اللي بيحصل ايه? ده التوتل يعني. تمام? قال لك من مين? قال لك والله من خمس درجات من من الاتلانتو السبتل جوين. تمام? بعد الخمس درجات بتاعت الاتلانتو السبتل جوين بنلاقي ان في بتيجي بواسطة مين بتيجي بواسطة طبعا سيرفيكل ارتكوليشن وبالتالي قال لك والله ده في الاتلانتو السبتل هيحصل هيحصل وهيحصل سلايد وعرفين الاتجاه بتاعتهم. قال لك ده هيبدأ ان هو يتحرك على سبيل ارتكول الفاسل بتاع الاطلس. قال لك هيتحرك سلايد ايه اه اه يعني الرول في نفس اتجاه الحركة او في عكس الرول وهو برضو ايه في عكس اتجاه الحركة. قال لك بعد كده الانتر سيرفيكل ارتكوليشنز من السي تول حد سي سيفن قال لك اه 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 كان لك يعني خلل بالك باقي الكلام ده نفس اللي فات بالزبط ما فيش اختلاف. قال لك اه 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 بتاع الايه هاي ميشن. هيحصل نفس الموضوع بالزبط. اه 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 بيحصل لها اه تمام? بص غيرمن غير حالي. انتيريور نفس الموضوع بالزبط. تمام? فكل اللي بيحصل حتى لو يبتلك الموديل هيبقى نفس الموضوع بالزبط. لكن شرحناها وعلى شان كده ايه? هنكمل وبندوس على طول. فوالله دل حركة وكده ايه? اه حصلت طبعا بالنسبة وطبعا ما جيبناش سرط لان هو قلنا ان هو ما بيعملش بسبب لجميع. لكن يا شباب الحركة وده اللي بيحصل في في نفس الاتجاه. بيبقى ايه? بيبقى وبستيريور. هنا بيبقى انتيريور وسوبيريور. يعني انتيريور طلع لفوق. وهنا بستيريور راجع لورة. تيجي هنا او في اي مكان فاضي وتبدأ ان انت تكتب تكتب هنا مسلا او فوق يعني اي مكان فاضي. وتكتب التلاتة اللي جميل انت لها نقولهم لك دلوقتي. اول واحد فيهم الانتيريور اطلنتو السبتة فده طبعا بيبقى موجود انتيريور وبالتالي هي الاكستيريشن ده بستيريور. فبالتالي لما تيجي تعمل هتلاقيها حصل له قدام. ففي حاجة تانية برضو اللي هي اطلنتو اجزيال جوينت. فبالتالي لما يحصل بتاع ابو فيزيال جوينت وقدام هيحصل له لما تيجي انت هي تعمل ان هو انتيريور. تمام? بعد كده في واحد تالت اخير اللي هو بعد كده هتيجي تسيب كم سلايد كده وتبدأ ان انت تيجي تكتب بتاع الفليكشن. تمام? بتاع الفليكشن تكتبه فين? ممكن تكتبه. آآ في السلايد ده هنا من فوق مسلا في القتة دي او في القتة دي. مكان اللي يعجبك اكتب وكتب اول واحد فيهم اطلنتو السبتة الممبرين. آآ كابسول. تمام هي 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 الكابسول. هتكتب تمام? ما تكتبش السبرا السبرا سباينس لان ما فيش سبرا سباينس ولو كتبتها هتشتاخد درجات عليها. تمام? فتكتب او تكتب وخلاص. تمام? ده كده تاني واحد. بعد كده في مين فيه وفي سي تول حد سي سيفن. ده بيعمل لي ايه? الكلام ده مكانش مكتوب. لكن تكتبه اللي ان هو مهم. وكده خلاص شباب نكون ايه? خلاصنا محاضرة على خير. ان شاء الله هتكون فيهمتك ستين في المية من. اي حاجة هتاخدها بعد كده هتاخد هتجي تذكره مع نفسك. هتلاقي ان انا مشرحته هتلاقي ان شرحته. فالله هتلاقي ان والسكرل والسرسك وكل الجلق كلها على بعض بالنسبة للمصلز وبالنسبة لو فهمت هتبدأ ان كل ان شاء الله اللي جاي يتفهم معك. لان هو كان اكتر واحد فيهم في مشاكل وفيه يعني اه وفيه كلام مش مفهوم وفيه عمل يوحيك كتير. فكل العمل اللي انت خدته دلوقتي تلاقيه بيتكرر معك كتير جدا بعد كده في السرسك وفي وفيه السكرال كله نفس الكلام بالزلط مع اختلافات بسيطة في الاناتومي وان شاء الله يعني يكونوا يعني وضحنا المحاضرة كويس. ودعواتكم كده يا دكاترة يا ربنا وفاكم ان شاء الله والسلام عليكم.